السلام عليكم أهلا بكم على قناة تعليم اللغة الإيطالية معكم سينيور أحمد لال مازلنا يا شباب في شرح المراجعة النهائية لمنهج اللغة الإيطالية للصف الثالث السنوي لعام 2024 وهنبقى إن شاء الله بمراجعة الجزء الخاص بالقواعد مشكلة الجزء الخاص بالقواعد يا شباب إن احنا عندنا سؤال القواعد لا يتعلق فقط بثالثة سنوي ولكن ده سؤال ترقومي فكل اللي سياد تكتب من سنة أولى لحد سنة ثالثة انت مطالب في الامتحان وطبعا أولى وتانية بالنسبة لك القواعد هي ستين في المئة من منهج تلك طيب أنا هراجع إزاي يا شباب أنا أولا إحنا عندنا مثلا في ثالثة سنوي زمن المستقبل البسيط والمستقبل المركب طب متعلق بيهم في أولى وتانية خدنا المضارع وخدنا الماضي وخدنا الأفعال للخادمة في زمن المضارع وزمن الماضي وخدنا فعلي بيات شاري وخدنا تشاو تشيصون كل ده فيما سبق بس انت مطالب في الامتحان فأنا عشان كده يبقى أنا هشرح الجزء الخاص بيه سنة ثالثة وأي حاجة متعلقة بيه فقوله وتانية هشرحها معاها طيب نبتدي نسمي كده يا شباب وهنبتدي دلوقتي بشرح الأزمنة الموجودة عندنا في المنهج سيادتك انت مطالب بأربع أزمنة في الامتحان مطالب بالمضارع والناضي القريب والمستقبل البسيط والمستقبل المركب في أربع أزمنة أساسية دي إن شاء الله جاي في الامتحان طيب أنا هنا شباب ملخص لسيادتك الأزمنة البسيطة مع بعض والأزمنة المركبة مع بعض يعني زي ما انت شايف في الجدل كده خاص طيلك زمن المضارع مع زمن المستقبل البسيط كلام جميل طيب بس قبل مشرح الأزمنة يا شباب إحنا عندنا اتفقنا إن أي فعل عندنا في اللغة الإيطالية بيبقى دي كلمة واحدة في القموس والكلمة الواحدة في القموس دي لإما تنتهي بآري لإما تنتهي بإيري لإما تنتهي بإيري والسيادتك بتجيبها من القموس من الشكل المصدري وتفكها أو تصرفها إلى ست تصرفات تصريف الأول مع أنا إيه وتصريف الثاني مع تو أنت تصريف الثالث مع لوي أو لي هو أو هي تصريف الرابع مع لوي نحن الخامس مع فوي أنتم السادس مع لورو هم أو هن زي الفول يعني انت سيادتك مطالب منك إزاي تكون عندك القدرة إن انت تجيب أي فعل من القموس وتفك كل ست تصرفات في الأربع أزمنها دول سواء مضارع سواء ماضي سواء مستبل بسيط سواء مستبل مركب طيب بس طب افرد الفاعل مبدئيا قبل بس ما خدش في الأزمنة ما جاليش ضمير شخصي جالي اسم عاقل زي أحمد جالي اسم غير عاقل زي كازا منزل طبعا من استخدم القواعد اللي فوق تمام القواعد اللي فوق دي لو جالي الفاعل اسم عاقل أو غير عاقل لازم نحولهم إلى ضمير شخصي عشان نعرف الفعل هيتصرف أني تصريف من 1 دي 6 خلاصتهم يا شباب الفاعل عندي لو جالي اسمه مفرد اسمه مفرد يعني إيه قلتلك بولو قلتلك كازا منزل قلتلك إيطاليا قلتلك الجروب وفرق يبقى اسمه مفرد لازم تحوله إلى ضمير قلنا اسمه مفرد هيساوله أو ليه يعني التصريف التالي يعني هقول بولو يتحدث يبقى هجيب فعل يتحدث يتصرف التصريف التالي هقول المنزل يكون هجيب فعل يكون يتصرف التصريف التالي طالما الفاعل مفرد طب بفرد الفاعل جالك اسم جمع قالك بيساوله وتصريف سادس يبقى احمد ومحمد هجيب اي فعل معهم تصريف سادس المنازل هجيب اي فعل مع المنازل تصريف سادس طب افرد الفعل ده كان اسمه مفرد بس ورا فاصلة بتسوي يا المخاطبة يبقى انا بكلمه يبقى اسمه مفرد ورا فاصلة بيسوي تو تصريف تاني اسم جامع ورا فاصلة يبقى بيسوي يا شباب يبقى انتم يبقى تصريف خامس ازا الفول يبقى مفرد لوي وليه تصريف ثالث جمع لوره تصريف سادس مفرد ورا فاصلة أنت تصريف تاني جمع ورا فاصلة أنتم تصريف خامس طب افرد الفاعل كان ايه وزيد اسم أنا وفلان يعني نحن نوعي هصرف الفاعل التصريف الرابع طب الفاعل كان تو زيد اسم أنت وفلان يعني أنتم تصريف خامس طب لو الفاعل جالي في السؤال هقول اين تكون المفاتيح المفاتيح هنا فاعل بس القصة ان الفاعل في السؤال بيجي بعد الفاعل يا شباب فنفس الفكرة أداة استفهام فاعل والفاعل في الآخر اسمه مفرد يبقى له يقوليه تصريف تاني الفاعل في الآخر جي اسم جمع يبقى هم أو هنا تصريف سادس طب أنا بكلم الفاعل وبسأله يبقى مفرد قبليه فاصلة يا شباب يبقى مفرد قبليه فاصلة أنت تصريف تاني جمع قبليه فاصلة أنتم تصريف خامس يبقى الجدول الفودة مهم جدا عشان قصة سيادتك لازم تعرف الفعل بتاعك هيتصرف أنهي تصريف من 1 دي 6 جالنا دمير شخصي درجة تصريف واضحة جالنا اسم عاقل أو غير عاقل سيادتك حاولته بالجدول الفودة طب أول زمن يا شباب زمن المضارع أول حاجة لكلمات الدلة الكلمة لسيادتك لما تشوفها تعرف أن زمن الجمع مضارع اللي قدام سيادتك دول أجي اليوم أورى الآن أدسو الآن سمبر دائما سبسو غالبا دي سلط عادة أوني أو توتي زائد فترة زمنية معناها كل زي كل خميس كل جمعة يبقى حدث بيحدث بشكل مستمر أخر حاجة ضازة قد فترة زمنية معناها منذ ومازال يبقى الفعل حصل في الماضي ومازال مستمر حتى الآن طب التكوين إزاي بنجيب الفعل من القموس ونفقه الستة قال لك والله الفعل عندي سواء كان أخره آري أو إيري أو إيري لو هو متصرف مع أنا هشيل التلات نهاية وحطه أو مع أنت إيه هو أو هي لو مجموعة أولى آري هشيل الآري وحط آ تانية وتالتة هنحط الإيه يبقى أي فعل هتصرف التصريف الثالث طب نوي نحن في التلات مجموعات هنشيل التلات نهايات وحط إيه طب أنتم مجموعة أولى هشيل الآري وحط آ تانية هشيل الآري وحط إيتي تالتة هشيل الآري وحط إيتي تصريف سادس لو مجموعة أولى آري هشيل الآري وحط آن تانية وتالتة هتبقى أول طبعا ده تلخص التلخص يا شباب يبقى أي فعل هتصرف التصريف الأول في المضارع أو أخر أو أي فعل هتصرف التصريف الثاني في المضارع أخو إيه تصريفي التالت لإما آ لإما إيه تصريف الرابع إيامه بس الخامس آتي أو إيتي أو إيتي السادس آنو لإما أون بعد كده الأفعال الشازة إيه الأفعال الشازة؟ الأفعال اللي مالاش علاقة بالقاعد بحفظها زي ما مرتوبة في كاموس إطالي طالع زي فعل يبقى أنا كده بحفظ ماليش علاقة بحاس في النهاية وحط نهاية نخش البقى الزمن بتاعنا الثاني زمن المستقبل البسيط أول حاجة كلمات الدلة دوماني غدا دوب دوماني بعد غدا بروس مقادم دا جيراندي معناها في الكبر لما أكبر يعني فراء أو طراز قد فترة زمنية معناها في خلاب كلام جميع يبقى أول لما نشوف أي كلمة من الكلمات دي بقى الزمن زمن يا شباب زمن مستقبل طب إزاي نصرف بحس في الثلاث نهايات وحط الست نهايات السبتة لقدام سيادتك دول يعني بشيل الآري أو الإيري أو الإيري لو الفاعل أنا يبقى نحط رو أنت راي هو أو هي نحط الرا نحن نحط ريمو أنتم ريتي هم أو هن رن فالمستقبل جميل خالص ونهاياته نهايات سبتة يبقى أي فعل يتصرف في المستقبل نهاياته رو راي را ريمو ريتي رن كلام جميل وزال فول الشواز الشواز هنا حتى أسهل من المضارح ليه؟ لأننا كل فاعل بحفظ له جزر واحد فقط يا شباب وبزود عليه النهايات بتاعتنا السبتة يعني فعل إسر يقول عايزة أقول أنا سوف أكون أنت سوف تكون إسر ده فعل شاز يعني مش بشيل القيري وحط النهايات بتاعتنا لا بحفظ له حرسمها صار زايد بزود النهايات بتاحتي اللي هي أنا سوف أكون هتبقى صارو أنت صراي هو صرا نحن صريمو أنتم صريتي هم صران وهكذا طب فعل أفيري بحفظ له أفر يبقى أفراء 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 أفريمو أفريتي أفران أنداري أند صبيري صاب دوفيري دوف يبقى طبعا بنحفظ الجزء زايد النهاية السابت اللي فوقنا دول يبقى أنا كده لخص المضارع والمستقبل البسيط تعالوا بقى ناخد شوية أمثلة نطبع عليها الكلام ده طبعا يا شباب أنا كل درس شرحوا وجايب التلخيش بتاعه وبعد كده جايب عليها أسئلة طب سيادتك مش مهتم بالشرح ممكن تجري الجزء الخاص بالشرح وتخش على الأسئلة على طول طب أول سؤال طبعا حضرتك طالب منك فعل طبعا الطلاب بتوعي عارفين هنحدد ثلاث معطيات زمن الجملة فاعل الجملة تصريف الجملة أنا بقول لك طبعا الزمن أشد خط تحت الكلمة الدلة سنتي مانا برسمها لأسبوع القادم أكت فوق الزمن زمن مستقبل والفاعل مجموعة من الطلاب حرف الجار دي طالما موجود يا شباب فأنا مليش علاقة باللي بعد دي ليه علاقة بالقبل دي القبل دي هنا مين يبقى فرق يبقى الفاعل هنا تصريف ثالث يبقى طالما تصريف ثالث يا شباب يبقى ايه يبقى الفعل طبعا أخره اخره را زي الفول يبقى زمن مستقبل والفاعل تصريف ثالث يبقى اي فعلة هي اختاره هنا يكون اخره را تبقى صحي مين يا شباب طبعا في رؤال اخيرة دوبو دوماني تقولت لمية كلاسي بعد بكرة كل العيلة كل الفصل كل فصلي طبعا زمن دوبو دوماني زمن مستقبل الفاعل لمية كلاسي طبعا أولا كلاسي مفرد ومحدش يقولي لمية كلاسي فالفاعل أنا أنا هنا مالك لكن الفاعل المملوك الفاصلي يبقى لمية كلاسي أنا ما أنا مالك لكن الفاعل الكلاسي طبعا ده مفرد مؤنس يبقى لوي أولاي تصريف ثالث يبقى راه نفس القصة تبقى في نراه التالت كل أيام الجمعة عائلاتنا نفس القصة طبعا هنا طوتي زائد فترة زمنية فالزمن زمن مضارع والفاعل عائلاتنا محدش يقولي نحن نحن هنا مالك لكن الفاعل المملوك العيلة يبقى هي اسمه مفرد يبقى لوي أولاي تصريف ثالث يبقى الفاعل آخره آ أو إيه طبعا ده مضارع هتبقى فايا شباب الأولى طبعا ده فاعل الشياز أنا كده كده حافظه أوني دومينيكا باولو إدئيو يبقى كل يوم حد أنا وباولو يبقى الزمن زمن مضارع أوني دومينيكا والفاعل أنا وباولو يعني نحن يبقى الفاعل يتصرف التصريف الرابع في المضارع يعني آخره إيامه تبقى جوار دياما الفاعل طلبوا مني فينا يا شباب طلبوا مني في الإجابة طيب الإجابة عندي ولا فيك المدلة على زمن ولا في فاعل أعمل إيه أبص على السؤال زمن السؤال ده مستقبل فاعل يذهب من صرف في المستقبل يبقى سألتك في المستقبل جو في المستقبل يبقى زمن الإجابة مستقبل بسيط مفيش فاعل في الإجابة أبص على فاعل السؤال فاعل السؤال بولو فصلة أنت طب أنت في السؤال ينزل في الإجابة مين ينزل أنا طبعاً يبقى الفاعل أنا والزمن مستقل يبقى التصريف الأول يبقى الفاعل آخر رو تبقى أندرو الأولى. ست. بروف بولو فاصلة كواندو إن إيطاليا. طبعاً بروف بولو كواندو يا استاذ بولو متى فعل يصل إلى إيطاليا. هنا ما فيش كل مدلة عالزمن يا شباب صح جداً. يجوز أي زمن مضارع أو ماضي أو مستقل كلام جميل. طب واسة الفاعل مين؟ بروف بولو فاصلة. طبعاً اللقب بعد إسم بعد فاصلة معناه يا استاذ بولو. هو ده مخاطب بس ده مخاطب صيغة احترام فمش هقوله انت هقوله مين هقوله حضرتك وسيت بالضبط كده يبقى التصريف الثالث يبقى لاي اي زمن بقى يبقى الفعله يتصرف التصريف الثالث طب انزل تحت الوحيد اللي متصرف تصريف الثالث يبقى الزمن مستقبل بحكم الاختراض الوحيد اللي يمشي هنا هي يعني تصريف اول تصريف تاني تصريف اول في الماضي يبقى الوحيد اللي صح مين في التصريف يبقى زمن الجملة مستقبل والفاعل حضرتك تصريف دالت طب جملة رقم سبعة بروف فاطمة فاصلة قالك يا أستاذ فاطمة حضرتك هتعملين فين البروفات قالت لك هعملهم فين نفس القص الفعل في الإجابة مفيش كلمدلة على الزمن أبص على السؤال زمن السؤال مستقبل مفيش فاعل في الإجابة أبص على فاعل السؤال فاعل السؤال حضرتك لا حضرتك في السؤال تنزل إيه في الإجابة تنزل أنا يا شباب نفس القصة يا سيرة تلحترام لما جاكلمه هقول له حضرتك مش هقول له أنت هقول له حضرتك لكن هو لما يرد عليها هيقول لي أنا يبقى زمن الإجابة مستقبل فاعل الإجابة أنا تصريف أول هتبقى فاروء الأول رجاطسي دوفي فاريتي لبروفي يا شباب أين ستقوم معامل البروفات قالك إن كمانيا في ريف نفس القص زمن الإجابة أجيبه من زمن السؤال السؤال مستقبل يبقى الإجابة مستقبل مفيش فعل في الإجابة أبص على فعل السؤال أنتم في السؤال تنزل نحن في الإجابة تبقى فاريمو التاني يبقى أنت في السؤال أنا في الإجابة حضرتك في السؤال أنا في الإجابة أنتم في السؤال نحن في الإجابة تسع إيميائي جيني توري سيمبري لفاكانسي إن كامبانيا والدية فعل يقضي دائما للأجهزات في الريف طبعا زمن سيمبري دائما ده مستقبل ده مدارع يبقى سنبري مدارع زمن زمن مدارع والفعل والدية اسم جامع يبقى هوم يبقى تصريف سادس يبقى الفعل اخروا قالوا لا اما قولوا هتبقى بصنوا التالت يبقى والدية يقضوا دائما للاجزات في انفريف الصيف انا والعيلة بنقضي سوف نقضي شهر في البحر هنا طالب مني كلمة ده يا شباب مش طالب مني فعل اعمل ايه ابص على الفعل بتاع السؤال متصرف في زمنين طبعا بصريمه ده فعل يقضي متصرف في المستقبل يبقى داك الزمن والفعل والتصريف عايزة كلمة ده طب هنا بقولك الصيف يبقى عايزة اقولي الصف ايبقى يبقى الصف القاضي يبقى اجيب مني طبعا ما ينفعش دوماني دوماني معناها غدا طبعا دوماني تيجي لوحدها يا شباب يبقى دوماني ما تنفعش واسكورسي سابق طبعا دي ماضي ما تمشيش يبقى مين اللي يمشي بروسيمي لايه ما بروسيمة طب ليه جابلك شكلين لبروسيمو عشان بروسيمو صفة يا شباب فابتاخد تبعية الموصوف انا هنا بقول الصيف يبقى الصيف القادم يبقى عايز بروسيمو بالطبعية يبقى دا بيدخني في درس الاسماء طبعا استاتي كلمة شزة مفرد مؤنس يبقى من الصح مين تبقى بروسيمة الثالث معناها الصيف القادم يبقى داك كلمدلة تحط الفعل لزمانها الداني الفعل متصرف بجيب له كلمة الداني طب 11 عايز اقول الشهر القادم باولو زهب الى السينيما نفس القص هنا مديك الفعلة عند راه متصرف المستقر يبقى عايز كلمدلة يبقى دوماني دوبو دوماني بروسيمو دا جراندي فراء اوتراز زيت فترة زمني انزل تحت ألاقي التلاتة يمشو دوماني وبروسيمي وبروسيمو نفس القص لكن انا عايز مين طبعا عايز هنا بروسيمو بالاو لان الشهر دا مفرد مذكر يا شباب بيبقى الصفة اخرها او تبقى بروسيمو الثالث طبعا دوماني ما تمشيش عشان دوماني معنا غدا يا استاذ حضرتك عارف متى يصل القطار قالك القطار يصل جميل او السؤال دا طبعا دجي 2018 رب كنت طيب هنا اريفا دا دا مدارح يبقى المنطقي ان انا عايز فعل متصرف المدارح عايز كلمة دلة على المدارح انزل تحت داتشينكو مينوتي ولا تشينكو مينوتي فا ولا فراتشينكو مينوتي ولا اياره طبعا اياره متمشيش وفترة زمنية زاد فا دا مماذي متمشيش يبقى takim عندي هنا داتشينكو مينوتي منذ خمس دقائق وفراتشينكو مينوتي في خلال خمس دقائق ايه صح يا شباب الحافظ هيقول لي داتشينكو مينوتي من خمس دقائق بس واي في حاجة سمعها القطر بيوصل من خمس داية ولسه بيوصل. مش احنا لسه ايليني نضازة فترة زمنية معناها منزو وما زال. لا طبعا. يبقى الصح فرات شين كومينوتي في خلال خمس داية. هتجي تقولي طب ما فراده مستقبل. هقول لك مش احنا ايلين. طبعا هنا فراء مستقبل والفعل قريبه ده مضارع. مش انا لما جيتش رحت زمن المستقبل. قلت لسياتك في الفيديوهات بتاعت الشرح ان المستقبل ليه اتنين استخدام حدث سيقع في المستقبل او الشك في الوقت الحالي. كلام جميل. طب وقلنا المستقبل ممكن يحل محل المضارع عشان ادي معنى الشك. ربما. وجيت شرحت المضارع وقلت لك ان المضارع ممكن يحل محل المستقبل في حالة وجود اليقين. انت بكرة رايح الامتحان. هقول لك هتروح الامتحان امتى? هتقول لي بكرة. فاضو. مش هتقول لي اندراه. يعني ممكن تستخدم زمن المضارع عشان فيه يقين. طب هنا يا شباب يبقى انا عايز اقول القطرة هيوصل في خلال خمس دقائق. يبقى يجوز لي ان انا استخدم زمن المضارع. لان الحدث لسه هيحصل. وان كان الحدث لسه هيحصل بس استخدمت فرا. لها فرا زائد فترة زمنية. لان فيه يقين انا شايف دلوقتي مثلا شاشة الرحلات بتقول ان القطرة هيوصل. في خلال خمس دقائق. يبقى حق ليه ان انا استخدم زمن المضارع. لكن ضا زائد فترة زمنية معناها ان الفعل حصل بدأ حدوثه في الماضي ولسه شغل لحد دلوقتي فما ينفعش اقول داتشينكومينوتي طبعا يبقى الصحينا مين فرادشينكومينوتي في خلال خمس دايب طبعا نخلي بنا من حتة دي يا شباب طب باولو سراء روما باولو سوف يكون في مدينة روم نفس القص هنا الفعل سراء ده فعل يقوم في المستقل يبقى عايز كل مدلة على المستقل تبقى فرادو جورني في خلال يومين راجاتس فاصلة برونتال قولاتسيوني اوفام يا شباب هل الفطر جاهز انا جعان طبعا محدش يقول لي راجاتسي هنا فاعل ده راجاتسي هنا منادة بس يا شباب من الفاعل الفطار يبقى ايه برونتالا قولاتسيوني هل الفطار جاهز اوفامي انا جعان طب سؤال رقم خمستاشر كيوري سونو كم تكون الساعة انا هنا بسأل كيوري سونو الساعة كم دلوقتي المفروض ان انا بسأل في المضارع فالمفروض ان انا هجاب في المضارع مفروض اقول لك سونو لقوتوس تكون سامنة طب هنا ما فيه سونو يبقى انا لو انا مش متأكد من الساعة هستخدم زمق حط زمن المستقبل عشان ادي كلمة مين ربما تكون يبقى انا لو معي ساعة يا شباب هستخدم المضارع هقول لك سونو طب معي الساعة هحط الفعل في المستقبل تبقى سرنو الاخيرة طبعا هم متفقين ان لو الساعة مفرد الساعة واحدة هنقول ايه هنصرف فعل يكون التصريف التالت لو الساعة جم هنصرف فعل يكون التصريف السادس يعني لو الساعة مفرد هقول سراه لو الساعة واحدة من اثنين لأربعة وعشرين هنقول سرنة. طب انا معايا ساعة هقول ايه لسونه? طبعا هنا ما ينفعش يجبك سونه وسرنه عشان اثنين صح. سونه لقوته تكون السامنة. سرنه لقوته ربما تكون السامنة. يبقى الصح مين يا شباب هتبقى سرنة. طب الجملة اللي بعديها. كيه ورأيه الساعة كام? قال لك اونا ايمدز ساعة واحدة ونص. معايا ساعة هقول ايه? لونة. معايا ساعة هقول سرنة. تبقى الصح مين? سرنة. يبقى واحدة سرنة من اثنين لأربعة وعشرين هنقول سرنة. طب نمتدي نتناول بقى شباب الجملة الشرطية. طبعا دي من الحاجات المهمة جدا في الوحدة الاولى عندنا في تلت. ايه الجملة الشرطية دي? اللي هي طبعا اي جملة شرطية ازا ما احنا وغدين يبقى فيها اداة شرط. لو زائد بعدها جملة فعل الشرط زائد جملة جواب الشرط. يبقى الجملة الشرطية يا شباب او الفقرة الشرطية عندنا تلت اجزاء. اداة شرط فعل الشرط جواب الشرط. طب اداة الشرط عندنا في الاطال اسمها سيه. لها لو. طب فعل الشرط يا شباب يبقى انا عندي فعل الشرط ده جملة كاملة. لها الجملة اللي جاي بعد سيه. طبعا الفعل بتاعة زي ما احنا متفقين لا بيتصرف في المضارع لا ايما يتصرف في المستقبل البسيط. طب جواب الشرط بيتصرف فيه المستقبل البسيط كلام جميلة شباب يبقى أول لما شوف سيه يبقى أنا عندي جملتين جملة فعل الشرط وجملة جاوب الشرط الجملة الأولى مضارع أو مستقبل الجملة الثانية مستقبل طب هل لازم يبقى فاعل الجملةين واحد طبعا لا ممكن يتطفقه وممكن يختلفه لو ذكرت كويس هتنجح بتفوق يبقى الفاعل أنت في الاتنين لو جبت تسعين في المية بابا هيجيب لك تليفون يبقى الفاعل فاعل الجملة الأولى أنت فاعل الجملة الثانية مين والدك هو طب تعالوا نبص على الجملة الأولى لو أنا خلصت الواجب فاعل يذهب إلى السينما مع زميلة أولا شفت كلمة سي بقى دي جملة شرطية الفاعل يطلبه منك في فاعل الشرط ولا جاوب الشرط هتقول لي لا طلبه في جاوب الشرط يبقى زمن فاعل تصريف الزمن زمن إيه مستقبل والفاعل في كلمة دلة على فاعل محدد آه ما فيه عندك في الآخر أصدقائي يبقى الفاعل أنا يبقى الزمن مستقبل والفاعل تصريف الأول يبقى الفاعل آخر رو تبقى أندرو ليبقى لو أنا خلصت الواجب بتاعي أنا هذهب إلى السينما مع زميلة جملة الثانية لو أنا قبلت جوليا بكرة فاعل يذهب سوين إلى المكتبة نفس القصة كلمة سي يبقى جملة شرطية طالب مني الفاعل فين في جواب الشرط يبقى الزمن زمن مستقبل طب الفاعل لا فيه كلمة دلة على فاعل محدد طبعا ما عندك كلمة إنسيامي سويا يبقى الفاعل لازم جمع ما تقوليش أنا فاعل الجملتين هنا في كلمة إنسيامي سويا يا سيد يبقى الفاعل معناها ناق سويا يبقى الفاعل جمع لا نحن ولا أنتم لهم بس الزمن لازم مستقبل الوحيد اللي متصرف في المستقبل في جمع مع جمع مين؟ أندريمو يبقى سوف نذهب سويا إلى المكتبة يبقى لو أنا قبلت جوليا بكرة أنا وهي هنروح مع بعض المكتبة يبقى أنا فاعل الجملة الأولى وجوليا مفعول الجملة الأولى لكن أنا وجوليا فاعل الجملة الثانية جملة رقم ثلاثة راجاتسي سيدينو بارتيتشي برا النوستروجروبو لو دينو هيشارك فيه الفرقة بتاعتنا شرطة منتة بالتأكيد وفعل يفوز نفس القص الزمن طبعا زمن مستقبل طمام مفيش فاعل محدد هنا يا شباب بس مين الوحيد اللي متصرف في المستقبل البسيط تحت فين شريمو كلام جميل يبقى راجاتسي يا شباب دا مونة دا لو دينو شارك في الفرقة بتاعتنا يبقى فاعل الجملة الأولى دينو فاعل الجملة الثانية نحن سوف نفوز بالتأكيد طبعا يبقى في الهنى الفاعل الجملتين اختلفوا فاعل الجملة الأولى دينو فاعل الجملتين تانية نحن أربعة سيدو ماني النوسترو برجيتو فريمو أنا فيستا إن كلاس لو بكرة فاعل ينهي المشروع بتاعنا سوف نقوم بعمل إيه حفلة في الفصل يبقى الزمن طبعا زمن مدار على إما مستقبل بس هنا في كلمة دوماني يبقى زمن زمن مستقبل الفاعل في طبعا صفة ملكية اسمها نوسترو برجيتو مشروع بتاعنا يبقى فاعل يوني هنا هيتصرف مع نحن يبقى مين تبقى فين يريمو الأخيرة لو إحنا خلصنا مشروعنا بكرة إحنا نعمل حفلة في الفصل خمسة سيدو ماني كالدو أو فريدو أو بلتينبو أنا جابت ثلاثة شباب سيدو ماني لو بكرة كالدو حر فريدو برد بلتينبو جميل طبعا جابت ثلاثة أوصاف للجاوة إمياي أندرانو ألماري والديا سيذهبوا إلى البحر طيب هنا فاعل زمن الجملة طبعا ده جملة شرطية ودي فاعل في فاعل الشرط يبقى الزمن زمن مستقبل عشان كلمة دوماني طب الفاعل مين طبعا سياتر شفت كالدو حر شفت فريدو برد شفت بلتينبو جميل طبعا ما بوصف الجاو بقى الفاعل هو يبقى الفاعل هاتصرف التصريف الثالث يبقى فرع شباب أي وصف للجاو الفاعل هو على طول ونا مغمى التصريف الثالث يبقى لو تجاو بكرة لو كان حر أحنا والديا هيروحوا لإيه البحر سيسو نوستانكي سوبيتو ها الفاعل طالبوا مني فين في جاوة بالشرط يبقى الزمن زمن مستقبل مفيش فاعل محد أعملي في الحتة دي أبص على فاعل فاعل الشرط وممكن ان اتنين يبقوا واحد طب فاعل فاعل الشرط الفاعل هنا بجملة فاعل الشرط سونو سونو فاعل يكون متصرف لا إما متصرف مع أنا أو متصرف مع هم ما السونو ده التصريف الأول لفاعل أسري والتصريف السادس لفاعل أسري طيب يعني أنا هنا مش عارف لو أنا كنت تعبان ولا لو هم كانوا تعبانين سونو معنا تعبان طب أعمل ايه لو سونو متصرف مع أنا يبقى أصرف الجملة التانية أنا طب لو سنو متصرف مع هم يبقى صرف الجملة التانية هم أعمل يا شباب أبص هنا على فعل سنو هلاقي أني في صفة اسمها ستانكي ستانكي دي طبعا دي صفة مع جمح لو هم كانوا تعبنين يبقى هم ما بيناموا فورا يبقى فعل الجملة التانية هم تبقى دور ميرانو يا شباب يبقى التاني يبقى هنا فعل الجملة التانية هم طب نكمل سؤال رقم سبعة سي الله جرى في نالي لو فعل يفوز متصرف في المسابقة الختمية والدي سوف ينقلوني إلى الريف كلام جميل طب بالزمن هنا طبعا فعل فعل الشرط زمن فعل الشرط لمضارع لمستقل طب والفاعل مفيش فعل محدد هنا في فعل الشرط يا شباب أعمل إيه أبص على جواب الشرط بقولك لو فعل يفوز في المسابقة الختمية في المسابقة الختمية والدي سوف ينقلوني هيودني إلى الريف يبقى لو انا فست بالمسابقة الختمية والدية سوف ينقلوني الى غير يبقى فاعل فعل الشرط انا فاعل جواب الشرط ايه والدية وانا مفعول جواب الشرط خدتوا بالكم ها يبقى انا بتكلم عن نفسي فعل الشرط فاعل لكن في جواب الشرط مفعول ما فيه عندك كلمة 100 هو يبقى الزمن لمضارع لمستقبل والفاعل انا يبقى التصريف الاول لاما في المضارع لاما في المستقبل طب انزل بصها بالاختيارات طبعا الوحيد اللي متصرف تصريف اول من يبقى لو انا فست في المسابقة الختمية والدية سوف ايه ينقلوني الى غير يبقى معنى كده شباب لما يبقاش فيه فعل محدد عندك في الفاكرة الشرطية لازم تبص على فعل الجملة الثانية حضرتك طالما فيه عندي جملتين يبقى عايز حاجة تربط الجملة ببعض طبعا هنا النقط هنا مستقبل لا ايما مضارع مستقبل بسيط لا مضارع يبقى اجيب كلمة سي وانا مغمط انا هنا مش عايز كلمة تدل على زمن عايز كلمة تربط الجملتين وتقولك ان العلاقة بالجملتين علاقة ايه لو ابيوفري مطرة مش هنقدر نتسوق النهار طبعا حضرتك زي ما احنا متفقين بقى طالما شفت اي حاجة تدل على الطقس او الجو بقى الفعل انتصار في التصريف الثالث يبقى لو استمر الجو في المطرة مش هنقدر نروح لايه تتصوق يبقى فعل طبعا لوي والتصريف الثالث يبقى بعد كلا جايب لسياتك تلخيص الازمين المركبة عندنا الماضي وعندنا مستقبل للمركب جايبهم ليه مع بعض عشان الازمين دي ازمين المركبة بتتكون من شقين مساعد واسمها فول نفس القصة طبعا الاستخدام الماضي حدث وقع في الماضي كلمات الدلق اياري مبارح سكورسو وبصاتو معناها سابق طبعا زيدو ماني اياري سابق لوحدها تدل على الماضي لكن سكورسو وبصاتو دولت صفات معناها سابق ما يجوش لوحدهم لازم معاهم فترة زمنية تصفهم الصيف السابق العامل السابق الشهر السابق وهكذا يبقى سكورسو وبصاتو الاودي بتتشكل بي او واي 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 حسب المصوف اخر حاجة فترة زمنية زائد فا معناها منزو وانقضة يعني منزو وانقضة يعني الفعل بتاعي حصلوا خلص من الفترة دي طب التصريف يا شباب قلنا الماضي زي ما مركب بيكون من شقين مساعد واسم مفعول فانا بصرف احد المساعدين لاما بصرف فعل اسر يكون لاما فعل افير يملك وبصرفهم في زمن المضارع زائد اسم المفعول من الفعل ايه الرئيسي بتاعي تمام وقلنا في افعال بتاخد اسر ثقط يعني بجيب اسر احطه في المضارع بيبقى صونو سي ايه سيامو سي ايتي صونو وفي افعال بتاخد افيري فقط يعني بجيب افيري احطه في المضارع يبقى O I A A B Y A V T A N O زي اسم المفعول كلام جميل وزي الفول يعني اي فعل في الماضي يا شباب هيبقى بواحد من الاثنشر دول لو بياخد اسر هيبتدي بواحد لما سونو سي اي سيامو سي تي سونو بياخد افيري هيبتدي واحد من الستة دول O I A B Y A B Y A V T A N زي اسم المفعول هنقول ازاي بنجيب اسم المفعول والله الفعل لو كان اخره قاري بشيل قاري وحط قاطو برلاري برلاطو الفعل لو كان اخره اي بياخد 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 فاطمة ايه انضاطا احمد ايه محمد فاطمة ايه مروة يعني فيه تبعية طب الفعل خد اذيري مفيش تبعية طالما مفيش ضميق مفهول طبعا اللي عايش شرح مفصل ممكن يرجع ليه درس الماضي طب نخش بقى على المستقبل المركبة شباب الاستخدام قلنا المستقبل المركب ده باستخدمه في سنوية عامة احنا عندنا استخدام واحد ديه في سنوية عامة التعبير عن حدثين في المستقبل بينهم علاقة زمني يعني بقولك اول لما خلص الامتحانات انا هسافر يبقى انا عندي جملتين يخلص ويسافر اللي هيحصل الاول بقولك اول بمجرد ان انا خلص الامتحانات انا هسافر يبقى انا عندي فعل يخلص وفعل يسافر الاتنين لسه يحصلوا في المستقبل تمام كده اللي هيحصل الاول يتحط في المستقبل المركب واللي هيحصل بعد كده في المستقبل البسيط يبقى المستقبل للمركب يا شباب التعبير عن حدثين في المستقبل بينهم علاقة زمنية اللي هيحصل الأول يتحط في المركب والتاني فين في البسيط كلام جميل ونافس القص طالما عندي جملتين يبقى عندي فاعلين ممكن الفاعلين يبقوا واحد وممكن يختلفوا طيب نخش على الكلمات الدال قبينا بمجرد أن ننبينا نفس المعنى بمجرد أن دوبو كي بعد أن كواندو عندما حضرتك بقى الكلمات الدالة دي نفس القص دي كل كلمات بتربط جملتين يا شباب لا تدل على المستقبل الكلمات دي كل وظيفتها بتقولك أن العلاقة بين الجملتين علاقة زمنية أول لما يحصل كذا يحصل كذا لما يحصل كذا يحصل كذا بعد لما يحصل كذا يحصل كذا يعني معنى كده أول لما شفهم يبقى اللي بعدين هم إيه مستقبل مركب نخش على التكوين نفس تكوين الماضي هو تكوين المستقبل المركب مساعد واسم المفعول اثري او اثري زي الاسم المفعول بس الفرق احلى واحدة بس ان المساعد هنا بيتصرف المستقبل البسيط غير الماضي قلنا المساعد الماضي بيتصرف المضارع لكن المساعد هنا في المستقبل البسيط يعني حضرتك بتجيب اثري تحط في المستقبل البسيط يعني سرو سري سرا سريمو سريتي سرانة اثري نفس القصة يتحط في المستقبل البسيط يعني افرو افري افرا افريمو افريتي افرانة بس اجي يبقى الفرق الوحيد يا شباب هو في تصريف الفعل المساعد في الماضي صرفناه في المضارع لكن المستقبل المركب صرفته فيه في المستقبل البسيط بس جد ونفس القصة الأفعال التي تاخد إسره اسم المفعول بياخد تبعيه أب بينة علي صراء أريفاته أب بينة فاطمة صراء أريفاته أب بينة علي إيه محمد صرانه أريفاته أب بينة فاطمة إيه مروى صرانه أريفاته والأفعال التي تاخد قديره ما فيش تبعيه طب نبص على سين أول سؤال أول لما شوف كلمة أببينا خلاص اتفقنا بق زي ما نفعل تصريف أببينا ده مستقبل مركب والفاعل البيانيستا هو يبقى الفعل يتصرف التصريف التالت يبقى أي فعل يتصرف مع الفاعل هو هنا أو هي لو بياخد إسري هياخد سراه الفعل لو بياخد أفيري هياخد أفراه زي الاسم المفهول زي الفل يبقى لا إما سراه لا إما أفراه زي البيبي خدنا سراه في تابعية خدنا أفراه ما فيش تابعية زي الفل طيب يعني معنى كده اللي اختيار التاني يمشي والتالت يمشي يا ابن اللي زيناه هنا بيلعب على التابعية كمان طب سيادتك بيانيستا كل اللي حافظ يقول لي بيانيستا دي هي لا يا أستاذ أي اسم ينتهي بيستا يمشي مذكر ويمشي مؤنس صح؟ يتم التحديد بالأداء أو الفعل أو الاسم أو الصفة كنا عندي إيه لي؟ يبقى أنا بتكلم على مين؟ على ولد أسد يبقى هو تبقى طبعا إيه؟ يبقى ده مفرد مذكر مش مفرد مؤنس بس يبقى صراء عرفاته التالت طب شلت إيه له وكتبت له؟ تبقى التاني اثنين بعد لما فعل يحصل على قليل من الأموال هيغير الإيه؟ بعض الأموال هيغير العرق التلفون يبقى دوبوكي مستاب المرك هنا مفيش فاعل محدد في الجملة الأولى نبص على الجملة التانية ده الفعل يغير متصرف مع أنا بس في المستابة البسيط طب ما تيجي نوحد فعل الجملة تاني يبقى طالما ما فيش كلمة دلة على فاعل محدد يبقى هعمل ايه؟ أحاول اوحد فاعل الجملتين وبعد كده أشوف بقى المعنى الجملتين ماشيين ولا لا هنفترض أن الفاعل أنا يبقى زيما مستقبل مركب والفاعل إيه؟ أنا تصريف أول يبقى صارو لإما أفرو زائد البي بي خدنا صارو في تابعية خدنا أفرو مفيش تابعية هتبقى أفرو أفوتو التالت هي كده كده الوحيدة لمستقبل مركب هي التالت طب بس أنا بقول لك إزاي تفكر لما جوليا عندما جوليا تنهي المشروع بتاعها فعلي هذا في أجازة زمن فاعل تصريف الزمن طبعا مستقبل مركب يا سيد طب هنا يا شباب طالب مني الفعل في جواب الشرط في الجملة الثانية صح يبقى زمن زمن ايه؟ طبعا اوعى تقول لي بقى مستقبل مركب لا ده هنا زمن زمن ايه؟ مستقبل بسيط خدت بالحضرتك أن أنا عندي هنا كلمة كواندو طب ما كواندو جاي بعدها مستقبل مركب كواندو جوليا أفرافينيتو إلسو كومبيتو عندما جوليا عندما تنهي جوليا المشروع بتاعها يبقى لما جوليا تقلص المشروع بتاعها فعلي هذا في أجازة يبقى الحدث الأول أن يتخلص هو الحدث الثاني اللي أنا هجيبه وبعدين في حاجة تانية احنا متفقين أول لما شوف الكلمة الدلة يبقى للجملة اللي بعديها مستقبل مركب وللجملة التانية مستقبل بسيط يبقى الزمن مستقبل بسيط طب هنا ما فيش فعل محدد يا شباب أعمل ايه؟ أبص على فعل الجملة الأولى وأحاول لوحد فعل الجملتين طالما ما فيش كلمة دلة إن في فعل مختلف هنا فعل الجملة جوليا ما تخلي كده فعل الجملة جوليا هنا تاني يبقى جوليا فعل الجملتين يبقى الزمن مستقبل بسيط والفعل لاي هي تصريف تالت يبقى الفعل كلمة واحدة أخرى تبقى أندرا نشوف كده الجملتين يبقى لما جولي تخلص المشروع بتاعها يبقى الفعل هنا هي في الاتنين والاتنين طبعا المعنى كده ماشي ومتناسق يبقى طبعا ايه تبقى الصح أندرا قبنا الجروب أفرا فيينتو الكونكورس أول لما المجموعة أو الفرقة تفوز بالمساب سويا في الفصل هنا زمن الجملة مستقبل بسيط طب فعل الجملة ايه وعد قولي فعل جملتين واحد هو طبعا الفعل الجملة الأولى الجروب وهو فصرفنا الفعل التصريف الأول تصريف الثالث في المستقبل المراك قلت أفرا فيينتو لكن الجملة التانية مش هينفع الفرقة ليه عشان كلمة سويا مع بعض يبقى لازم الفعل جمع يا شباب هتبقى ايه والجملة الأولى أفرو يبقى طبعا الصح مين يا سادزة ها مين هنا الوحيد اللي تمشي طبعا الأولى مستقبل مراكب غلط التانية مستقبل مراكب غلط الأخيرة مستقبل بسيط والتالتة مستقبل بسيط بس طبعا ينفع أقول لك سويا نقول أنا أحتفل سويا في الفصل لا يبقى نحتفل سويا تبقى خلي بالكم هنا الاتنين الأخيرة التالت والرابع تصح ده مستقبل بسيط وده مستقبل بسيط بس غلط عشان الفعل الفعل غلط يبقى الفعل لازم يبقى جمع يا شباب عشان كلمة انسيامي يبقى الصح مين? سوف نحتفل سويا في الفصل. خمسة الميجروبو صرافة موز يبقى الفرعة بتاعتي سوف تكون مشهورة بعد لما. طبعا دبو كيه? ده مستقبل مركب. ينفع يجي مستقبل مركب في الاخر ايه المشكلة? احنا قلنا مش شرط الترتيب يا شباب. اول لما نشوف الكلمة الدلة سواء في اول ساطر او في نصه اللي بعديه مستقبل مركب. يبقى الزمن مستقبل مركب. وما فيش فاعل محدد. واحد فاعل الجملتين. اللي هو الفرد. يبقى لوي اولاي. يبقى مستقبل مركب. والفاعل هو تصريف ثالث. يبقى صراه. لايما افراء زي دي البيبي. يبقى زي الفل. طب انزل هنا بقى كده ستك. هلاقي هنا مفيش افراء هنا فيه صراه. يبقى صراه في نيت. تبقى الاول. تقول لي هو فعل ينهي ده بياخد اسره. هقول لك فعل ينهي ده شباب من الافعال اللي ممكن تاخد المساعدين. ممكن تاخد اسره وممكن تاخد افره. طب ليه? لان الفعل ده ممكن يبقى لازم ومتعدي. لو الفعل عاقل الفعل كده بقى متعدي. اول لما المدرس يخلص الحصة. كده هياخد افره. طب لو قلت لك اول لما الحصة تخلص. بقى كده لازم هياخد اسره. تمام? فهنا بقول لك الفرقة بتاعتي هتبقى مشهورة لما تخلص المسابقة الختمية. فاصبح المسابقة الختمية هنا فاعل. عشان كده الفعل يخد اسره. ودينا له التبعية فقلنا سراه في نيتا الاولى. قبنا لانسينيانتي او الجوباني بمجرد المدرسات او الشبات. طبعا قبنا مستقبل مركب ولانسينيانتي المدرسات. طبعا خلي بالك ان انسينيانتي تمشوا مدرسين او مدرسات. جوباني شباب او شبات. لكن هنا في ليه? بقى ده جمع مؤنس. يبقى الزامة مستقبل مركب والفعل هنا يبقى صرانه لايما افرانه زايد البي بي. تبقى الصحي صرانه اريباطي التالتة عشان التبعية. قبنا لزامة. اول لما بمجرد وفعل ينهي متصرف الامتحانات والدي سوف يستحبنا للغير. كلام جميل. يبقى الزامة مستقبل مركب والفعل مين? ابص على الجملة التانية بقول لك اول. وهنا فعل ينهي الامتحانات والدي هيستحبنا. يبقى المنطقي يا شباب اول لما احنا نخلص المنطق. يبقى المنطقي اول لما احنا نخلص الامتحانات والدي هيستحبنا لغير. هيودنا لغير. يبقى اول لما انا وزامة اللي نخلص الامتحانات بابا هيودنا لغير. يبقى الوحيد اللي يمشي مين يا شباب? تمام? هتقول لي طبعا هنا المستقبل مركب افريمو فينيتو وافرا فينيتو. طبعا افرا فينيتو ده متصرف مع هو او هي. ما فيش منطق خالص اون ده صح. يبقى الوحيد اللي يمشي مين? افريمو فينيتو. التاني. ميو بادي مي كومبريرا اونا بيتش دوبو كي اوم بون فوتو ايطاليان. اين ايطاليان? يبقى والدي هيشتري لعجلة بعد لما. فعل يحصل على درجة كويسة في الايطال. يبقى طبعا مين? يبقى دوبو كي مستقبل مركب. والفعل مين? الفعل انا. يبقى انا تكلمت عن نفسك كمفعول في الجملة الاولى وفاعل في الجملة التاني. يبقى اصل الجملة بعد لما انا احصل على درجة كويسة في الايطالي بابا هيجيب لي عجلة. يبقى مدوبو كي مستقبل مركب. والفعل انا. يبقى افرو لاما صارو زايد البيبي تبقى افرو بريزو التاني. قبنا ايو افرو انكنتراتو جوليا بمجرد ان انا قابل جوليا فعل يذهب سويا الى السينما. يبقى اول لما نقابل جوليا يبقى انا وهي سنذهب الى السينما. يبقى الزا ما مستقبل بسيط طبعا عشان ديه في الجملة التانية. والفعل نويت بقى اندريمو التاني. عشرة. لابان دي سراء طبعا هنا عندنا جملتين زي ما متفقين بقى يبقى عايز كلمة تربط الجملتين. طيب احنا خدنا من شوية رابط شارتي اللي هو سي. وخدنا دلوقتي رابط زمني اللي هو يبقى اي جملتين هنشوفهم يا شبابي بقى انا عايز كلمة تربطه. طب هاعرف ازاي بقى امتى اجيب رابط شارتي او رابط زمني. والله لو بعد النقط مستقبل بسيط او مضارع هنجيب سي. بعد النوقت مستقبل مركب هنجيب ابينا نونا ابينا دوبوكي كواندو. فالجمل likedنا هنا فيه سراءا ريفاتا ده مستقبل مركب يبقى الوحيدة اللي تمشي مين دوبوك يا شبابي. طب لو الفعل في المضارع او مستقبل بسيط هتبقى سين? حداشر. طبعا مستقبل مركب وهنا سراءا مستقبل المركب. الجملة الاولى المستقبل بسيط. يبقى زي ما مستقبل بسيط والفاعل لاتفاميليا هي يبقى التصريف التالت هتبقى شنيراء الاولى. يبقى محدش يقولي انت مصرف مستقبل بسيط مع كواندو. مع كواندو جبتلك مع المستقبل المركب اهو. يبقى هو طالب مني في الجملة التانية. المستقبل بسيط. اتناشر. انه فاطه. هنا سيادتك ميديك انه فاطه. ميديك الفعل متصرف في الماضي. يبقى الدني الفعل متصرف في الماضي. يبقى عايز كنه مدل. يبقى اياري افرانت اياري سكورسو او بساطه زائد موصوف او فترة زمنية زائد فا. الوحيدة اللي تمشي مين? انجورنفا. هتجي تقولي طب ما سكورسو سابق ما تمشي ماضي. هقولك وهو هنا وصف مين? هو هنا في الصف السابق او للشهر السابق? انا بقولك هم عملوا رحلة طويلة. يبقى مين? يبقى انجورنفا. يبقى من يوم. يبقى الوحيدة اللي تمشي هنا. ما ينفعش طبعا نسكورسو. ما ينفعش اقول لك سابق هم عملوا رحلة طويلة. سابق ايه? 13. طب الجملة بعد كده 13. طب دي جملة تقيلة شوية شباب. اولا الجملة اللي طالب مني هنا مفيش ولا هنا في فاعل ولا في حاجة. طب نكمل بقى معناه متأخر. وهنا ميديك فعل يصل. يبقى يصل. متأخر بركيه بسبب. طبعا هنا كان ياجب علي ده الفعل متصرف معه انا. اصطاحب مية مولي زوجتي من عند الطبيب. ضلت ان تستقل الطبيب. يبقى الفاعل انا. احنا قلنا يا شباب لما يكون شاء. يكون عندي اكتر من جملة. ومفيش فاعل ومطالب مني فاعلة احد الجمل دي. ومفيش فاعل محدد احاول اوحد فاعل جملتين. يبقى الفاعل انا. وزمن الجملة التانية مماضي يبقى زمن الجملة ماضي. يبقى انا وصلت متأخر. انا وصلت متأخر عشان كان لازم ان انا اصطاحب زوجتي عند الايه? عند الطبيب. يبقى انا زي الفاعل انا. وده زمن ماضي يبقى صونه لاما او زي اسم المفعول. خدنا صونه في تبعية. خدنا او ما فيش تبعية. انزل تحت. الال التالت يمشي. والاخير يمشي يا ابن اللزينة. معنى كده. التالت مع انا بس مؤنس. صونه اريفاط. والاخير انا بس مذكر. طب اعرف منين بقى انا هنا اللي بيتكلم عن نفسه ده. مذكر ولا مؤنس. بتكمل. مش عندك مية مولي زوجتي. طب واحد بيقول لك زوجتي. يبقى اللي بيتكلم مين? الزوج. يبقى اللي بيتكلم مذكر. تبقى الاخيرة. تبقى صونه اريفاطه. طب افرت شرت لك مية مولي وكتبتي مية وماريته زوجي. يبقى اللي بيتكلم الزوجة. تبقى الثالثة صحة. شفتوا بقى اللعبة هنا فينا يا شباب. يبقى انا ما استعجلش بقى. يبقى الزمن ماضي بحكم التوحيد. والفاعل مين? الفاعل انا بحكم التوحيد برضو. يبقى منتين في الماضي. بس انا هنا مذكر بحكم صفة ملكية واحد بيقول لك زوجتي. يبقى اللي بتكلم الزوجتي. يبقى صونه اريفاطه الاخيرة. ننبينا الفنتو اندريمو افاري ونبقى السجاطة. بمجرد ان الرياح تهب الرياح. سوف نذهب الى الايه? الى العمل تمشيه يعني. يبقى طبعا الرياح يبقى تصريف ثالث اتفاقنا اي حاجة مع الجو. تصريف ثالث. والزمن مستقبل مركب. يبقى سراه صفياته الاولى. لاستي مانا سكورسا جوليا ايد ايو. ضلت جيتو ان اياريو. لاستي مانا سكورسا الاسبوع السابق. يبقى الزمن زمن ماضي. والفاعل انا وجوليا نحن. يبقى سيامه. لما ابيامه زايد البي بي. خدنا سيامه في تبعية. خدنا ابيامه مفيش تبعية. تبقى سيامه في نوتي التانية. كواندو توت لما كل الفرق يبقى كواندو مستقبل مركب. والفاعل توت لباند كل الفرق يبقى هنا. تصريف سادس. يبقى سرانه لايما افرانه زايد البي بي. خدنا سرانه في تبعية. خدنا افرانه مفيش تبعية. هتبقى سرانه. عريفعة التالتة. طبعا باند كلمة شزة كلمة اجنبية شباب تمشي فرقة وتمشي تمشي فرقة وفرق. تمشي اللي اتنين. يعني باندي دي هتبقى سرانه اريفادي. لستاتي نوات جوليا ايه انداتا الماري كل اميتي. طبعا لستاتي الصيف. جوليا ايه انداتا زهرت. يبقى من ديك الفعل متصرف في الماضي. عايز كلمة دلة على زمن الماضي. لستاتي الصيف يبقى لستاتي. طبعا عايز صفة بقى ما ينفعش اياري. يبقى سكورسو لايما بساته. واتفقنا قلنا سكورسو بساته صفات بتاخد تبعية الموصوف. الصيف مفرد مؤنس. هتبقى بساته التالت. باولو اسيلفيا انسيامي انميز بساته. الشعر الصابق. انميز بساته ماضي. وباولو اسيلفيا هم. يبقى سونو لايما انو زي دي البيبي. خدنا سونو في تبعية. خدنا انو مفيش تبعية. هتبقى سونو. هتبقى طبعا مياه شباب تبقى سونو اوشيتي الاولى. عشان طبعا ولده بنت جمع مذكر. جميل اول حتة دي. هنا سيادت جايب لك الفعل المتصرف في الماضي ايه اريفاتو. محتاج منك حال او كلمة تتحط بين المساعد واسم المفعول في الماضي. هقول لي سيادتك. في عندنا تلت كلمات بيتحطوا بين المساعد واسم المفعول في الماضي في الجملة المثبتة وتلاتة في الجملة المنفية. مثبت هتحط سيمبر لايما اتجا لايما ابينا. سيمبر اتجا ابينا. سيمبر اتجا ابينا. التلاتة دول بيتحط في الجملة المثبتة بين المساعد واسم المفعول, طب لو جملة منفية بنحط ماي لاي Contin . ماي لا Онكوره لابيو. ماي لاانقورة لابيو. الثلاثة دول بتحطوا في الماضي. المنفي بين المساعد واسم المفعول. فالجملة رقم 19 ده مسبت يبقى أنا عايز لاي ما تجاة لائما ما بينها يبقى نجيب تجاة. جملة اللي بعدها هنا الفعل منفي. يبقى عايز ماي لايما انكورة لايما بيوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو كده انا عايز اعرف يعني ايه فعل خادم هو شباب الافعال دي اولا هي افعال عادية جدا يعني لها شكل واحد في القموس وليها ستة تصرفات سواء في المضارع سواء في الماضي سواء في المسبق طيب هما في المضارع هما اولا افعال شازة في المضارع فالسيادتك بتحفظهم زي ما احنا اتفقنا على افعال الشازة في المضارع يعني فعل بوتير يستطيع لما اجا صرفه مش باشي النهاية وحط نهاية لأ انا بحفظه يعني فعل دوفيري يجب نفس القصة شاز فعل فوليري يريد بس انا عايز افهم يعنيه فعل خادم بص كده عالجملة دي بقول بولو عايز مفينتش حاك عايز ايه لكن بولو فولي منجاري بيتسا بولو عايز يأكل بيتسا كده المعنى اكتمل يبقى الفعل الخادمة شباب هو فعل لا يعطي معنى بمفرده ولكن يحتاج الى فعل اخر حتى يكتمل المعنى يبقى الافعال الخادمة الوحدها ملهاش معنى محتاجة فعل تاني عشان يكتمل المعنى هقولك انا اقدر اقدر ايه اقدر اتكلم ايطادي يبقى كده المعنى اكتمل لكن اقدر بس يبقى ده معنى غير كامل تمام طيب واحنا لسه متفقين ان اي فعل مصرف في اللغة الايطالية هيجي بعدي فعل هيكون في الشكل المصدري يبقى معنى كده ان الافعال الخادمة شباب بتتصرف عادي خالص والفعل اللي بعديها بيكون في الشكل ايه المصدري شكل مصدري يعني يكون اخره قاري او ايري او ايري كلام جميل وزي الفون يبقى في المضارع الافعال دي هتتصرف طبقا للفاعل واللي بعديها مصدري طب نفس الموضوع لو جات في الماضي هيتصرف في الماضي واللي بعديه مصدري بس المشكلة الافعال الخادمة بقى لما تتحطى في الماضي لما جأسم الفعل الخادم لشقين مساعد واسم المفعول هل الأفعاد الخادمة هتاخد المساعد إسري ولا هتاخد المساعد أفيري حضرتك الفعل الخادم ملوش معنا يا شباب فهو ولا لازم ولا متعدي حكمه من حكم الفعل اللي جاي بعضه سيادتك لو اللي بعده بياخد إسري هو هياخد إسري واسم المفعول هياخد تبعي اللي بعده بياخد أفيري هو هياخد أفيري واسم المفعول مش هياخد تبعي يعني أنا فعل بوتيري لما جأسيمه هجيب منه اسم المفعول هيبقى بوتوته مفيش حالة شز المشكلة عندي في المساعد هتديله استري ولا اديله افاري هتديله الاثنين اختار استري ولا افاري حسب الفعل اللي جاي بعدين زي المثال الاولاني كده اياري اي او دوفوتو السودياري مولو انا كان لازم اذاكر اكتر هنا فعل دوفاري قسمته الحتتين مساعد واسم مفعول دوفاري بقى دوفوتو طب بالنسبة لمساعد ليه ديته هنا افاري عشان فعل السودياري زاكر بياخد افاري فدوفاري يخد افاري إياري فاطمة أبوتوتو فينيري الكمبيتو إياري فاطمة قدرت تخلص الواجه هنا فعل بوتيري اتحط في الماضي خد أفيري ليه عشان فعل ينهي كلام جميل طب الجملة اللي بعدين لابند إيه الفرقة كلاكت عايزة تسافر القهير هنا فوليري خد أسر طب خدمة أسر ليه عشان فعل يسافر إياري فاطمة قدرت تروح السينما يبقى إياري فاطمة إيه بوتوتا هنا فعل بوتيري خد أسر ليه عشان أنظاري خلاص الكلام الثلاث أفعال قدام سياتر دول بوتيري ودوفيري وفوليري لما يتحطوا في الماضي اسم مفهول مفهوش مشاكل بوتيري بوتوتو دوفيري دوفوتو فوليري بولوتو إيه المشكلة عندي في المساعد الثلاث أفعال دول بياخدوا الاثنين مساعدين ممكن ياخدوا أسر وممكن ياخدوا أفيري أختار أسر ولا أفيري حسب الفعل اللي جاي بعدين اللي هو المصدر نبص على أول مثال إياري جوليا الأنظاري ألتشينيما إياري ماضي والفعل جوليا هي يبقى الفعل يتصرف التصريف الثالث يبقى لا إما إيه لا إما آ زيدي البي بي طبعا ده فعل خادم فهياخد الليتين مساعدين أخطر إسر ولا أفاري ماليش علاقة بالخادم ليه علاقة باللي جاي بعده أنظاري يذهب فهياخد إسر وطالما أخدنا إسر ففي تبعية تبقى إيه فولوتا التالت طب لو شلت فعل يازه هبدأ جبت فعل يأكل هتبقى آ فولوتو الأولى من غير تبعية يبقى معنى كده أن فولوتو ده ممكن ياخد إيه وممكن ياخد آ إيري سيلفيا إمبارح سيلفيا في نيري خلصت إمبارح ماضي وسيلفيا هي تصريف ثالث طب نختار إسر والأفاري الفعل اللي جايب عاديه فعل ينهي تبقى ياخد آفاري هنا يبقى آ فولوتو الأولى من غير تبعية فعل خلق آفاري ما فيش تبعية اتنين ليرا راتس بارتيري بير ليطاليا سيتي مانس كورسا سيتي مانس كورسا ماضي الأسبوع السابق والفعل ليرا راتس هن يبقى تصريف سادس يبقى لا إما صون ولا إما أنه زائد البي بي طبعا هنا ده فعل خادم دفوتو ده فعل يجب في الماضي ده فعل خادم يبقى ممكن ياخد صونه وممكن ياخد أنه أختار صونه ولا أنه حسب الفعل اللي جاي بعده فعل بكتيري سافر فبياخد صونه تبعية تبقى صونه دفوتو اللي هي التانية باولو جوليا أريفاري إنتيمبو ياري ماضي والفعل باولو جوليا هم يبقى صونه لإما أنه زائد البي بي خدنا صونه في تبعية خدنا أنه ما فيش تبعية أنزل تحت ألاقي ده فعل بوتيري خادم ياخد الاتنين أختار صونه ولا أنه أبوص على اللي جاي بعده أريفاري يصل ده بياخد أستر تبقى صونه بوتوت التالت طبعا الفعل هنا جامعة مذكر الشباب مش جامعة مؤنس عشان ولده بنت العادة الاستخدام يمكن تنقذ العديد من الأشغار طبعا هي يا شباب هنا الفعل هو يبقى بو تصريف التالي هنا فيشكل مدلة على الماضي يبقى زمن مضارع والفعل هو يبقى تصريف ثالث يبقى بوص بو هتقول لي قو مع هو هقول لك أيوة ده فعل شاز يا شباب يجب عليكم طبعا حضرتك هنا صرفت الفعل ده بيري مع أنتم يبقى اللي بعدين مالو اللي بعدين مصدري تبقى فاري يعني أي فعل هنا يا شباب هيجي أخر وقاري أو إيري أو إيري سبعة إيري باولو إدينو أنه دهوتو ومدرح باولو دينو كان يجب علي نفس القص هنا صرفت فعل خادم في زمن الماضي ما تقولش زمن ماضي هو الزمن ماضي أيوة وأنا صرفت الفعل في الماضي يبقى الفعل اللي جاي بعدين في الشكل المصدري يا شباب نفس القص ما إحنا قيدين الفعل الخانم بيتصرف عادي خالص واللي بعدين مصدري اتصرف في المضارع بعدين مصدر اتصرف في المستقبل بعدين مصدر اتصرف في الماضي بعدين مصدر فهنا هتبقى إيه هتبقى في نيري التانية نبدأ لقاءة يا شباب بقى في شرق درس مهم جدا ده تلخيص للوحدة التالتة والوحدة الرابعة ليه بتتكلم عن ضمائر المفعول به المباشر في زمن المضارع وزمن الماضي وضمير التجزئة في زمن المضارع وزمن الماضي طيب حضرتك عندنا ضمائر المفعول به طبعا نفس القصة اللي محتاج شرح يرجع للفيديو الخاص اللي مش محتاج شرح وعايز أسئل على طول يجاري الحتة بتاعة الشرح اللي أنا أقولها دلوقتي طب ما بدأين كده ضمائر المفعول أنا عايز أعرف فيهم حاجتين يا شباب شكلهم إيه وبيعملوا إيه في الجملة طب من حيث الشكل يا شباب هم زي ما قدام سيادتك كده مي تي لو لا لا اللي أبصرفه تشي في لي لي هم دول كل ضمائر المفعول به المباشر في اللغة الإطابية بس تخدمهم ليه والله يا حضرتك دولة تحويل لضمائر الفاعل يعني هتكلم عن نفسك فاعل هقول لك أنا بدعو هقول إيو طب هقول محمد دعاني هقول مين طب بكلمك أنت كفاعل بقولك أنت بتساعد هقولك تو هقول محمد ساعدك هقولك تي يبقى أصبح أن ضمائر المفعول دي يا شباب بتحل محل مفعول طمعا يبقى أنا بتكلم عن نفسي مين بكلمك كمفعول تي بتكلم عنه غائب مفرد مذكر مفعول هقول له مين اللي ساعد مين اللي وجاب محمد خالد ساعده هنتكلم عنها كمفعول يا شباب مين ساعد فاطمة والدتها ساعدتها يبقى الله طب بنتكلم عن نفسنا كمفعول هليبقى تشيه محمد ساعدنا بتكلم مخاطب جامع كمفعول هتبقى فيه مين ساعدكم بتتكلم عن غائب جامع مزكك مين ودى محمد واحمد الجامعة بابا وداهم يبقى ليه بنتكلم عن مفعول به غائب جامع مؤنس هتبقى ليه كلم جميل طيب تعالوا نبص على المعنى والاستخدام من خلال الجمعة مثلا الجمعة الليقولة بقول له علي فنشي ايكمبيتي علي انت خلص الواجبات علي هل علي هيقول لي ايوة انا خلصت الواجبات استحال هيقول لي ايه ايوة انا خلصتهم معنى كده ان كلمة واجبات دي استحالت الجاب تاني في الاجاب طيب الواجبات دي اعرابها ايه يا شباب اعرابها مفعول طب انا عايد اشيلها في الاجاب قال لك شنها وجيب مكانها حاجة صغيرة تحل محلها اللي هو ضميج المفعول اللي هو ليه بس سيادتك قبل ما بتشيل بقى المفعول به ده وتجيب مكانه وضمج يحلم حله لازم تعرف المفعول به ده نوعه وعدده طبعا إي كومبيتي ده جامع مذكر يعني هيتشاله هنجيب مكانه لي يا شباب رجعت سين كونتراتي فاطمة يا شباب هو أنتوا قابلتوا فاطمة في الإجابة هيقولولي أيوة احنا قابلنا فاطمة ولا قابلناها هتقولي لا أيوة أنا قابلتها تمام نفس القصة اللغة يقولك شيل فاطمة وجيب مكانها ضمج يحلم حلها فاطمة طبعا ده مفرد مؤنس يبقى هنشيلها ونجيب مكانها مين نجيب مكانها الله يا شباب وطبعا مكان الضمج في الإيطالي مكان ضمج المفعول بيجي قبل الفعد المصرر تمام طب يبقى ضماج المفعول اللي احنا شايفينهم دول يا شباب ووظيفتهم وأن ضماج تحلم حل مفعول به معلوم سلفا عاقل أو غير عاقل مفرد أو جامع تمام طب هل كل دول يمشوا عاقل غير عاقل أقول لك لا عندما أربع ضمائر يمشوا عاقل غير عاقل اللي هما ضمائر الغائب اللو والله واللي والله وفيه أربع ضمائر يمشوا عاقل فقط المي والتي والتي وفي معنى إيه معنى كده إيه إن اللو ده يمشي يحلم حل مفعول به غائب مفرد مذكر سواء عاقل أو غير عاقل شفت أحمد شفته عملت الواجب عملته زي الجملة الأولى دي علي مانجي لبيتزا البيتزا وجبنا مكانها لا. يا شباب فاطمة شفتوا فاطمة? هيقول لي ايوه احنا شفناها. معنى كده ان الله حلت محل فاطمة. والله حلت محل البيتزا. يبقى معنى كده ان الله دي تحل محل مفعول به غائب مفرد مؤنس. سواء كان عاقل او كان ايه غير عاقل. ايوه احنا بنحبها. فاشلنا الحلويات جمع مزقر وجبنا مكانها لي. ايو ان كونترو اي مياي كودجيني. انا بقابل ولد عمي. ايه ليه صلوته وسلمت عليه. يبقى لنفس القصة اللي حلت محل الحلويات والمجملة التانية حلت محل ولد عمي. طب ايه بقى الضماج لتحل محل العاقل فقط? ايوه والتي واتشي وبي. طيب يا شباب مين دعاكم من الحفل? طبعا يا شباب هنا انتم فوي. بس انا ممكن اكلم منادم ويبقاش فاعل. يبقى مفعول. زي الجملة دي. بقول لهم يا شباب مين دعاكم من الحفل? فانا بكلم المخاطب الجمعي هنا مفعول يا شباب. فشلتهم وجبت مكانهم فيه. قدوا لي سيلفيا دعتنا. يبقى سيلفيا شي اين فيتا. يبقى انا كلمتهم كمفعول قلت لهم فيه. هم اتكلموا عن نفسهم كمفعول فقلوا لي شي. علي. كيتي ايوتا اكبر لاري ايطاليانا. يا علي مين ساعدك ان انت تتكلم ايطالي. يبقى انا كلمت علي علي اسمه مفرد ورا فاصلة بيساوتوه. بس انا كلمته كمفعول. فشلت وجبت مكانه ليه. هو في الاجابة اتكلم عن نفسه كمفعول. فقال لي باولو ايكيارا مي ايوتانو. ساعدوني ان انا اتكلم ايطاليانا. كلم جميل? طيب. بعد كده شباب عندنا في تلات ملحوظات بقى عندنا في الوحدة التالتة. الكلام ده تلخيص الوحدة التالتة. الضمير لا ده. ليه اتنين استخدامة شباب يحل محل غائب مفرد مؤنس او مخاطب سيغة احترام. زي الجملة الاولى دي. بروف جوليا. يا استاذ جوليا احنا بنشكر سيات الجد. يبقى انا استاذ جوليا بالنسبالي هنا منادة. منادة سيغة احترام. بس انا ما كلمتهاش فاعل. انا كلمتها مفعول. تشلتها وجبت مكانها ده. خلي بالك ان الجملة دي نحن فاعل. سينيور بقوله ايو? لا اصبتتو كوي. انا منتزق سياتك انا. يبقى معنى كده لما تكلم حد سيغة احترام. بس مفعول? هتشيله وجيب مكانه مين? تجيب مكانه لا? بس لازل طبعا للقلة تبقى ما يسكله تبقى كابتة. يبقى الله لي اتنين استخدام. غائب مفرد مؤنس. ومخاطب صيغة ايه? احترام. طب. الضميق له نفس القصة لي اتنين استخدامة شباب. احنا خدنا استخدام الاولاني يحلم حل غائب مفرد مذكر. طب الاستخدام التاني زي الجملة دي. يا جوليا انت عرفة ايه اللي حصل انبارح? طب كفردا ان انا عندي المعلومة. فانا مش عايز جوليا تشرح لي. انا معنى كده هتقول لي ايه? هتقول لي سيلو صو. ايوان عرفت. اصبح ان اللي هو هنا يا شباب ما حلش محل مفعول. ده حل محل جملة كاملة. ايوان عرفت ايه اللي حصل انبارح? يبقى معنى كده ان الضميق له له ليه اتنين استخدام. غائب مفرد مذكر وجملة باكملها مع فعل صبيري. خلاصة الكلام. اول لما تشوف فعل صبيري متصرف في الاجابة تجيب معلومة. وانت مستابل سابرو سابريمو. احنا انا هاعرف احنا هنعرف. لاما في الماضي او صبوتو ابيامو صبوتو. اخر حاجة يا شباب لو جاء لضمير مفعول مع فعلين. يعني ايه فعلين? يعني فعل خادم والتاني مصرف. عملت الواجب قدرت اخلصه. مسلا. يبقى انا هنا يا شباب لما يجي لي فعلين زي الجملة دي. يا فاطمة تقدر تخلص الواجب? فاطمة هتقول لي ايوة انا هقدر اخلصه. فمش هينفع نجيب كلمة الواجب نجيبها تاني في الاجابة. الواجب دي مفعول. لما تتشال في الاجابة هنجيب مكانها ضمير مفعول. لحد كده زي الفول. الواجب مفرد مذكر. يعني هتتشال ونجيب مكانها له. المشكلة ان انا في الاجابة عندي فعلين. الاول مصرف والتاني مصدر. اعمل ايه? واحنا متفقين ان ضمير المفعول بيجي قبل الفعل المصرف. في الحالة دي لما يجينا فعلين يا شباب. مفيش اي اختلاف هيحصل. هنجيب مفعول ونجيب مكانه ضمير. بس مكان الضمير بقى السيادتك. ليجي قبل المصرف لبعد المصدر. يعني ليجي قبل بصه لبعد فنير. استحال يجي في النص. لاما هقول له بصه فنيري. لاما بصه فنير ليه. فنير له. بس كده. طب افجلنا حرف جر. ومعاه ضمير مفعول. هنا في الحالة دي لازم يجي بعد الفعل المصدر يا شباب. طبعا اي حرف الفجر. هيجي بعد الفعل. هيأتي في الشكل المصدر. زي الجملة دي. علي فنشي ايكمبيتي. علي انت خلص الواجبات. اللي فاضوا افنير لي. انا رايح عشان اخلصهم. فهنا في الحالة دي لازم يجي بعد الايه? الفعل المصدر. طب نخش بعد كده لو جاء لي ضمير مفعول مع فعل مصرف في الماضي. ولا اي اي مشكلة. نفس الفكر. هشين مفعول واجب مكانه ضمير. بس الاختلاف الوحيد يا شباب. اولا لو جاء لك ضمير مفعول في زمن الماضي. طبعا قلنا اي فعل متصرف في الماضي لين ما ياخد أسره لين ما ياخد قفاري. طب لو جاء لضمير مفعول هيجي مع الافعال اللي بتاخد افسره ولا قفاري. طبعا هتيجي مع الافعال اللي بتاخد قفاري لان ده فعل متعدي. حلو. وحنا متفقين ان الفعل لو خد قفاري ما فيش تبعية. قل لك بقى لأ. لو جاء مع hospital هاياخد تبعية. بس التبعية غير مرتبطة بالفعل مرتبطة بضمير المفعول. طب للمسالية تضح الكلام. يا فاطمة انت كتبت الواجبات? فاطمة هتقول لي ايوة انا كتبتهم. فشلنا الواجبات واجبنا مكانها ضميج اللي هو اللي. لحد كده مفيش جديد. بس الجديد بقى يا شباب ان انا في السؤال قلت لها فاطمة ما خدش تبعية. لان هنا الفعل خط اه في مفعول. طب في الاجابة انا شلت ده خالص واجبت مكانه ضميج مفعول اللي هو اللي. في الحالة دي اسم المفعول هياخد تبعية. والتبعية هنا لا تتبع الفاعل تتبع الضمير يا شباب اللي هو اللي. معنى كده ان نهاية اسم المفعول اللي هو سكريتو اللي هو الاودة. هيتبع اللي. فاللي حلت محل جامعة مذكر فهتبقى سكريتو. ليبقى لي او سكريتو. الجملة التانية. يا شباب هو انتم لقيتوا المفاتيح. الاجابة ايوة حنا لقناها. فهنشيل المفاتيح لكيافي. لكيافي جامع مؤنس. وتتحطى قبل الفعل المصرف. وانتم كفاعل تنزل في الاجابة نحن كفاعل. يبقى طرفاته تنزل ابيامو طرفاته. وشنا لكيافي وجبنا مكانها ليه? واللي يا عبد الفعل المصرف. تبقى ليه ابيامو طرفاته. خدنا تبعية الايه? مع الضمير. يبقى اول معلومة ان زجاء ضمير المفعول في زمن الماضي اسم المفعول هياخد تبعيته. طب بعد كده شباب بنقول اللو والله في الماضي تحاول ليه الابستروفه مع الحفاظ على التبعية. قال لك اللو والله فقط في الماضي تحاول ليه الابستروفه. بس مع الحفاظ على التبعية. علي اي فيستو فاطمة. علي انت شفت فاطمة? في الاجابة اي وانا شفتها. فشنا فاطمة وجبنا مكانها لها. والله في الماضي ايه الابستروفه مع الحفاظ على التبعية تبقى لو فيستا. هنا في تبعية. يا فاطمة اي لتو ايه ليه برؤية الكتاب? هتبقى سي لو لتو. شنا الكتاب وجبنا مكانه لو. لو في الماضي ايه الابستروفه مع على الحفاظ على التابعية. بعد كده عندنا ضمير التجزئة نيه يا شباب. ايه بقى ضمير التجزئة نيه ده? والله يا حضرتك لو في الاجابة جيت واقول لك انت عملت الواجب. قلت لي عملت كله. فكده خلاص. هنشيد الواجب ونجيب مكانه ضمير مفعول. طب لو انت جيت قلتي والله انا جيت قلتي لي عملت منه تلات صفحات. اصبح ان انت الفعل بتاعك هنا وقع على جزء من كل. وقع على جزء من كل لم يقع على كل المفعول. فمش تقول لي انا عملت الواجب. تقول لي عملت منه. فمنين هنا اللي تدل على التجزئة? اللي هو ضمير المفعول بهين يا شباب. يبقى ايه ده? ضمير مفعول يستخدم ليحل محل جزء من مفعول وليس المفعول به كله. ولذلك يجب ان يقوم في الجملة كلمة تدل عليه على التجزئة. زي الجملة دي. ياباولو كونوشي لسودانتي نووفي. تعرفت على طلاب جدد. قال لي تعرفت منهم على القوني القوني على بعضهم. يبقى انا تعرفت منهم على البعض. يبقى طالما في كلمة دلة على التجزئة خدت النيه. جوليا مانجيلا بيتزا كالت البيتزا. قال لي مانجو تريبيتزي. كالت تلق قطع. يبقى كالت من البيتزا تلق قطع. يبقى في جزء من كل فهجيب النيه. معنى كده ان انا او يجب او اول لما اشوف كلمة دلة على التجزئة في الاجابة او في الجملة سواء تجزئة عددية او تجزئة كمية لازم اجيب منها. اصحر الدلالة دي يا شباب طبعا الاعداد من واحد لحد مليون. اي عدد. طالما في عدد يبقى فيه تجزئة. طنتي كسير مولتي كسير. بوقي قليل. القني بعض. كوالك بعض. صلو فقط. بكيري كوب. بيتزو كطعة. فت شريحة. بارتي جزء. نسونه لا احد. مينتي لا شيء. كيلو اللي هو كيلو بكتو علبة. طيب. نفس القصة افردي باتتفقنا. اول لما شوف كلمة دلالة عالتجزئة بجيب مين? بجيب نيه? كلام جميل وزال فول. طب افر بقى سيادتك. وطبعا كلمة بايون كانت شي ايه مكتوبة يعني. وكلمة صولو فقط. طب افر بقى سيادتك ان النيده جات في الماضي. نفس الموضوع اسم المفعول هياخد تبعيتها. بس تعال نشوف التبعية هنا تبقى الليه? فاطمة اي منجاتو لبيتزا. يا فاطمة هو انت كالت البيتزا? فاطمة قلتلي انا كالت تلت قطع. طب طالما قدر تلت قطع هنجيب كل ولا جزء? ممتاز هجيب جزء طبعا اللي هو نيه? واسم المفعول يجب ان يتبع نيه? بس حكم النيه هنا بقى يا شباب. يتوافق مع حكم الكل اللي هي البيتزا ولا حكم الجزء تلت قطع? لا. النيه هنا حلت محل التلت قطع او مرتبطة بالتلت قطع مش الكل. فهعمل سهمة عكسي. هرجع النيه حكمها حكم الجزء وليس الكل. فتلت قطع هنا جامعة مذكر. فاصبح ان اسم المفعول هيتبع نيه وينيه ترتبط بجامعة مذكر. فاسم المفعول هيبقى ايه? اخو ايه? يبقى القصة كلها نفس القصة اسم المفعول هيرتبط بنيه? تبعيته تبقى لنيه. بس حكم النيه هنا لا يتوافق او لا يرتبط بحكم الكل وانما يرتبط بحكم الجزء. تمام. جملة تانية. علي اي لتو اللي برو اريدت الكتاب? قال لي او لت اونا باجنا. انا اريد صفحة نفس القصة. كل ولا جزء? لأ صفحة جزء. يبقى هنجيب نيه? اسم المفعول هيتبع نيه? حكم النيه لا يتوافق مع حكم الكل وانما يتوافق مع حكم الجزء. اللي هي صفحة مفرد مؤنس فهتبقى نيه او لتة. طبعا تبعية مفرد مؤنس. طب نبص على شوية امثلة بقى ونركز كده يا شباب. عشان الدرس ده مليان افكار محترمة جدا. طبعا. اول سؤال. كي اعطوا فعتوا اي فارسي ده اللي كانت سوني? مين لقى كلمات الاغنية? قالك بقوله. اولا اللي اجابة مفهش. كلمة دلعة عالتكزاب هفهم فيش نيه? يبقى كل. عبص على اصل المفعول اللي في السؤال اللي هيتشال ونجيب مكانه الهاء في الاجابة. ايه اصل المفعول. هو حد يقول لي كان سوني. لما يكون عندنا حرف الجر دي ما ليش علاقة باللي بعد الدي. لي علاقة بالقبل الدي. اللي هي كلمات. طبعا فيرسي هنا ده جامع ايه? جامع مزكر. يعني هتتشال ونجيب مكانها ليه. زي الفول. وفعل الاجابة جابه لك اللي هو بولو. يبقى بولو لقاهم. تبقى اني واحدة يا شباب. تبقى اللي هي التالتة. يبقى ايه فيرسي تشالت وجبنا مكانها ليه. والفعل يجد اتصرف التصريف التالت مع بولو. فقلنا ايه تروفاتي. واسم المفعول تروفاتو ال ايه دي نهايته خدت تبعيت اللي بقيت تروفاتي. طب السؤال التاني. فاطمة اي تروفاتو لكيافي لقيت المفتاح. قالت لي قل تري الساعة ثلاثة. طبعا كل ولا جزء? هتقول لي هنا في عدد. هقول لك يا عم ده عدد ده زك في زمان. ده بقول لك الساعة ثلاثة. مش مش خدت منه ثلاثة. هنا قل ازا ايه ده عدد معنا في تمام الساعة. ده مش جزء. ده كل. يبقى انا عايز ضمير يحل محل الكل. فين اصلا مفعول في الاجابة في السؤال? كيافي. لا كيافي ده مفرد مؤنس. يعني هيتشال ونجي مكانه ضمير الله. والله في الماضي يلقى بستروفه مع الحفاظ على التبعية. تبقى الاخيرة مش الاولى. طب ليه الاخيرة مش الاولى? عشان الاولى ما فيهاش تبعية. لكن الاخيرة لوتو فاطة في تبعية مفرد مؤنس. ثلاثة. دينو بوي ريزولفري. البروبليما دي اللي بنت. قال لي ايه وبصه. يا دينو هتقدر تحل مشكلة الفرقة? قال لي انا هقدر احلها. حلو. مين المفعول اللي هيتشال يا شباب? اوعى تقول لي الفرقة. احنا قلنا حرف الجر دي. لما ييجي ربط اسمين. ماليش علاقة باللي بعد دي. لقى علاقة باللي قبل دي. فالمفعولة هنا بنت. آآ بروبليما. طبعا بروبليما دي كلمة مفرد مذكر. من الكلمات اللي تنتهي بما او تنتهي بالآ بس هي مفرد مذكر. يبقى مشكلة مفرد مذكر. يعني هتتشال ونجي مكان هلو. زي الفول. وطبعا النقطة التانية ان انا عندي فعلين. فعل خادم يبقى التاني مصدري. يبقى بصه. ريزولفيرلو التالتة يا شباب. طبعا عندنا فعلين. فضمير المفعول اللي يجي بعد المصدر. لما يجي قبل مين? قبل بصه. اربعة. مين اصطحب الفرق بتاعة المدرسة? قال لي جوليا. يبقى طبعا هنا هنشيل المفعول لباند. طبعا باندي دي تمشي مفرد وتمشي جمع. لكن هنا في ليه? تبقى فرق مش فرقة. يبقى هنشيلها ونجي مكانها ليه? مع التبعية تبقى ليه بورطاتي الاخيرة. طبعا جوليا فاعل وشلنا كمة فرق. جبنا مكانها ليه? مع التبعية تبقى ليه بورطاتي جوليا. اصطحبتهم جوليا. خمسة. برو فاطمة فاصلة. استاذة فاطمة سي غد احترام ليه حضرتك. طب بكلمها كفاعل ولا مفعول. نبص على الفعل في التكملة. انا بادعو. يبقى انا فاعل يبقى بكلم استاذة فاطمة مفعول. سي غد احترام هتبقى لا ولا طبعا كابتل تبقى التالتة مش الاخيرة. ست. رجاتسي كي امفيتا. الله فاسي. الله فاسي. مين دع حضرتك للحفلة. نفس القصة. مين دعاكم للحفلة. طبعا هنا رجاتسي انتم. والفعل امفيتا متصرف التصرف التالت. مع من? من دعا? يبقى طبعا بكلم الشباب مفعول هتبقى يا شباب. سبعة. سي اي باقورة دي. جوليا ايو تيرات شرطة مانتي. يعمي لقى الجملة دي. بقول لو انت خايف من الامتحان. اي باقورة. طبعا افيري باقورة دي معناه يخاف مني. لو انت خايف من الامتحان. جوليا هتساعدك بالتأكيد. يبقى انت فاعل فعل الشرط مفعول جواب الشرط. يبقى يبقى سي لو انت خائف من الامتحان جوليا تي ايو تي را جوليا تساعدك يبقى انت مفعول جاو بالشرط من دا حضرتك للحفل قالت لك جوليا إدينو دعوني يبقى نفس القصة يا شباب يبقى انا كلمتها كمفعول صيغة احترام في الجملة في السؤال هتتكلم عن نفسها كمفعول متكلم فين في الإجابة هتبقى مية سد هتبقى طبعا جوليا إدينو مية ايو تنو طب نخش بعد كلا على سؤال رقم تسعة لو انتم حصلتم على دراجات عالية ادعو على العشاء خارج المنزل طبعا هنا الفاعل مين فاعل الجملة جاو بالشرط انا وانتم مفعول يبقى لو انتم حصلتم على دراجات كويسة يبقى انتم فاعل فاعل الشرط وانا فاعل جاو بالشرط وانتم مفعول جاو بالشرط يبقى انا هدعوكم يبقى فيه يبقى سيه لو انتم جامتوا بالنراجات كويسة فيه ان فيتيرو ادشانة فوري هدعوكم ايه خارج على الخارج على العشاء خارج اي مانجاتو توترابيتسا كالتو كل البيتسا اللي ايو ها تري بيتسي كالتو تلت قطع طبعا فيه تلت قطع يبقى انا عايز تجزئها هتجيب نيه زي الفول واسم المفعول هيتبع نيه طب حكم النيه لا يتوافق مع حكم الكل وانما يتوافق مع حكم الجزء اللي هو تلت قطع جامع مذكر هتبقى نيه او مانجاتي كام عدد الالام اللي انت اشتريتها قالت ري في عدد يبقى خدت النيه اسم المفعول ياتبع نيه طب حكم النيه يتوافق مع حكم الجزء وليس القول اللي هو تلاتة هتقابلني مشكلة ان العدد ده عدد بدون معدود فتلاتة دي تمشي جامع مذكر وتمشي جامع مؤنس اعمل ايه لما يجي لي عدد بدون معدود ارده للقص التلاتة دول تلات ايه تلات اقلام ما هو اصل المفعول بني فتلاتة من جامع مؤنس جامع مؤنس يا شباب تبقى نيه وحده تبقى نيه او كومبراطة الاخير يبقى لما يجي لي عدد بمعدود زي الجملة اللي فوق تريبيتسي تلات قطع منيش علاقة بالاصل تلات قطع جامع مذكر لكن الجملة التانية تلاتة بس هنا تلاتة فانا مش تلاتة دي تمشي جامع مذكر وجامع مؤنس لازم ارده للاصل اتناشر جوليا آي سكريتو الكومبيتو كتبت الواجب قال لك قل تريس ساعة ثلاثة اتفقنا انه قل زياد عدد ده مش تجزئ ده كل والواجب مفرد مذكر يبقى كومبيتو لو تبقى ايه تبقى ايه لابستروف وجوليا انت فاعل في السؤال تنزل انا فاعل في الإجابة تبقى مين يا شباب تبقى لو سكريتو الاخيرة تلاتة طبعا كلمت بوكو بس تجزئة لكن بوكو فا منذ فترة قصيرة لستم خلصوا من شوية او لستم اشتري من شوية ده هناك فترة زمنية اذا ادفع الشباب كلمة دلة على زمن الماضي فما فيش تجزئة يبقى انا عايز كل فين اصل المفعول لاتجاك مفرد مؤنس هنشيل وجين مكانه له والله في الماضي يلقى بستروفهم مع الحفاظ على التبعية وانت كفاعل في السؤال تنزل انا كفاعل تبقى الصح مين تبقى لو كومبراطا التاني كم عدد الفرق الايطالية اللي انت تعرفت عليها او عرفتها قالك بوكي القليل هنا بقى بوكي تجزئة عرفت منها القليل تبقى مين يا شباب تبقى نيو كومبراطا طبعا التالت علي آيس كريتو كتبت المقال بتاع البيئة من خمس ساعات نفس القص يبقى فترة زمنها زائد فاض ده مش تجزئة ده كل فين المفعول التيمة من مفرد مذكر طبعا تيمة مفرد مذكر مش مؤنس هنشيله جيمة كانه لو ولو في الماضي ايه لأبو ستروف مع الحفاظ على التابعية تبقى لو سكريتو كتبته من خمس ساعات فاطمة ايليتو يا فاطمة انت كتبت قريت الكتاب قالت لك دوباجيني صفحتين لا هنا صفحتين تجزئة جبت النيه واسم المفعول يتبع النيه وحكم النيه توافق مع حكم الجزء وليس الكل صفحتين جمع مؤنس فهتبقى مين يا شباب بتبقى نيه او لت التالت كوانتي جيلاتي اي منجاتو كما عدد الايس كريم اللي انت كلتهم قالك تريه كلت تلات نفس القصة هنجيب نيه واسم المفعول هيتبع نيه وحكم النيه توافق مع حكم الجزء بس المشكلة لاني تلاتة هنا عدد بدون معدود فلازم اعود دول الاصل هم الاصل ايه جيلاتي ايس كريم جمع مذكر يبقى ثلاثة من مذكر يبقى جمع مذكر تبقى نيه او منجاتي كلت منهم ثلاثة بقولوا اي كوم براتو الجورنالي اشتريت الجريدة قال لي ايو انا اشتريت طبعا الجورنالي مفرد مذكر طبعا اي بدايتها ايه يا شباب حتى لو انت مش حافظ ان الاسم ده اسمي شاز مفرد مذكر في ايه يبقى ده مفرد مذكر هيتشالهم جيم مكانه لو لو في الماضي الابوستورفو واي كوم براتو انت كفاعل تنزل انا كفاعل تبقى الصح مين لو كوم براتو اللي هي الايه التانية ده كوانتو تيمبو ستودي اللي طاليانو منذ كم من الوقت بتدرس ايطالي قال لك داترياني من ثلاث سنين تبقى له ستوديو طبعا بدرسه طبعا ضزقت فترة زمنية كلمدلة على الزمن كوانتلي تسيوني اي ستودياتو كما عادلت الدروس اللي انت زي درستها قال لك اونا واحد يبقى نيه واسم المفعول ياتبع نيه وحكم النية توافق مع حكم الجزء وليس الكل تبقى نيه اوه ستودياتا الثالث ماما كي تشي بورتاين كامباني يا ماما مين هيصطحبنا لريف قالت لك البادري بابا هيصطحب بالعربية يبقى يصطحبكم تبقى فيها شباب يبقى في السؤال اتكلمنا عن نفسنا كمفعول وفي الاجابة الولدة هتكلمكو كمفعول هتبقى بي يعني انت بتكلم والدتك يا ماما مين هيودينا السينيما في الاجابة هتقولك بابا هيوديكم يبقى نحن كمفعول في السؤال انتم كمفعول في الاجابة 22 يا دينو تقدر تسطحبني للحفلة يبقى في السؤال هنا انا كلمت يا دينو فاعد واتكلمت عن نفسي مفعول بقولي يا دينو هتقدر توديني الحفلة في الاجابة هيقولي ايه ايوة انا هقدر اوديك تبقى الصح مين بصوا اكومبانيارتي اول مصرف في التاني مصدري يبقى لاما هقوله بصوا اكومبانيارتي لاما تيبصوا اكومبانيارتي يبقى انا اتكلمت عن نفسك كمفعول وكلمتك انت كفاعل في السؤال في الاجابة يبقى هو هيتكلم عن نفسه كفاعل انا وهيكلمني كمفعول يبقى تقدر تسطحبني في الاجابة هيقولي ايه اي وقت صح اقدر استطحبك طب تات عشرين مي بيعد شنو الاسباكيت دا لاما معنو بصوا والله هنبي اجيبني الاسباكيت الماكرونة بتاعة الام بس مش قادرة كلها بركيه سنو قديقتا عامل ضيب يبقى طبعا مين يا شباب تبقى منجار للأولى طبعا هنا في بصوا دا فعل خادم يبقى اللي بعدين مصدري ومعه دا مير مفعول فلا اما ييجي بعد المصدر لابل المصارى عرفت على البنتين الايطاليتين عرفت على واحدة بس تبقى ني او كونشوت طبعا لان طبعا اونا هنا واحدة بس دا مفرد مؤنس خلصت الواجب خلصت الواحد طبعا صولو فقط تجزئة لكن دا صولو لوحدة مفيش تجزئة يبقى المفعول مفرد مزق هيتشاله جمع كانولو واللوف الماضي يلقى بستروفهم مع الحفاظة التبعية هتبقى لوف نيتو يا شباب هو انتم قابلتوا صديقات سيلفيا قالك سي ألتري الساعدلات هنشيل طبعا ألتري نفس القصة مش تجزئة بقى زار في زمان يبقى هنشيل لأميك الجمع مؤنس وانتم كفاعل تنزل نحنه كفاعل تبقى مينش القصة دي بقى عاملة زي شباب تبقى طبعا ليه او ايه ايه واحنا ايه قابلناهم تبقى ليه طبعا او ان كونتر سبعة وشرين ايكم براتو لكتار اشتريت الجتار قالك تري جورني فا من ثلاثة تياه مفيش تجزئة يبقى انشيل الجتار ده مفرد مؤنس هيتشاله جمع مكانه لا لا في الماضي يلقى بستروفه مع الحفاظة التبعية تبقى لوكم براتو التالي دينو اي اسكولتاتو لكانت سوني دي باوزيني سمعت الاغنية بتاع باوزيني قالك سي اون بايو ديفولتي مرتين بايو تجزئة لكن بايو ديفولتي انا سمعت الاغنية مرتين مفيش تجزئة يا شباب خلي بالك في فرق لما اقولك اشتريت منه اتنين وسمعته مرتين لا انا سمعت الاغنية مرتين فما فيش تجزئة فشيل كانت سوني ونجيب مكان هلا والله في الماضي ايه لابستروفه مع الحفاظة على التبعية تبقى لو اسكولتاتا انا سمعتها يا دين هو انت جربت او اشتريت الحزاج جديدة من نايكي اشتريت زوج لا تجزئ يبقى اشتريت اتنين من كل يبقى ايه او كومبراتو التالت وطبعا بايو مفرد مزق سينيور قلدو يا سينيور قلدو ايه ناجب علينا ان نكون بعمل عشان الحفل طيب هو بيسأله استاذ قلدو والاستاذ قلدو مش من ضمن الفعالين يقول له احنا هنعمل فين البروبات فالاستاذ قلدو هيقول له ايه انتم لازم تعملون معنى كده يا شباب ان نحن في السؤال هنا كفاعل هتنزل انتم كفاعل في الاجابة و لبروفي المفعول لازم تتشال وجيب مكانها ضمير يبقى الصح مين دوفيتي فارلة يجب ان تقوموا بها اسكولة في المدرسة يبقى دوفيتي انتم كفاعل يبقى احنا في السؤال نزلت انتم في الاجابة والفعلي فارلة ده فعلي مصدري نزل عادي واللي بروفيت شالت وجيبنا مكانها ضمير وطبعا ليينفع اول دوفيتي فارلة او ليه دوفيتي فارلة ينفع جيب اللي قبل المساقر جوليا اي فيستو ليه اولتيم فيلم دي بلوم هو انت شفت الافلام الاخيرة بتاعت بلوم سي توتي شفتها كلها طبعا ليه اولتيم فيلم الافلام طبعا الفيلم هنا تمشي مفرد وتمشي جامعة لكن هنا في ليه وفي اولتيم تبقى جامعة مذكر تبقى ليه او بيستين اي بي فوتو توتا لارانشاطا شربت كل عصير بورطان اون بي كير شربت كباية واحدة طبعا يبقى نية واسم المفعوليات بعنية وحكم النية وحكم الجزء طبعا بي كيري مفرد مذكر يا شباب كوب تبقى نية او بي فوتو شربت منه كباية دينو اطروفاتو انا كان صاني ويبقى دينو لقى الاغنية عشان الحفلة وجوليا غنتها تبقى لا كانتاطا يبقى شلت الاغنية جدا ما كانها ضميك مفعول لا ولا في الماضي ايه الاغستروفو مع الحفاظ حتى بعد نبدأ الوقت يا شباب في حاجة مهمة جدا اللي هي الافعال الخادمة عندنا في المناك الافعال الخادمة عندنا شباب هم ثلاث افعال في الاطار طيب نبدأ الوقت يا شباب في شرح فعل بيطشاري فعل بيطشاري اولا معناها يعجب والفعل ده شباب هو فعل شاس في التكوين يعني ايه حضرتك فعل شاس في التكوين يعني بيشأل بالجملة يعني ايه بيشأل بالجملة يعني حضرتك الجملة في فيها فعل بيطشاري بتبدأ بمفعول والفاعل بيجي بعدي زي الفل يعني معنى كده ان فعل بياتشاري قبليه مفعول وبعديه فاعل فبالتالي الفعل ده شباب بيتصرف حسب اللي جاي بعضه يعني حضرتك ليه تصرفين فقط لإما بياتشه لإما بياتشانه هيتصرف بياتش يا شباب لو جيب عديه اسم مفرد أو فعل في الشكل المصدري هيتصرف بياتشانه لو جيب عديه اسم جمع يبقى فعل بياتشاري حضرتك هتشوفه يعني هيجي في دماغر ليه تصرفين لإما بياتشه لإما بياتشانه أصرف إزاي؟ بالنسبة 95% هبص على اللي جاي بعده جي بعد دي اسم مفرد هيبقى بياتشة جي بعد دي فعل في الشكل المصدري هيبقى بياتشة جي بعد دي اسم جمع هيبقى بياتشة زي الجملة اللي قدام حضرتك دي مي بياتش لبيتسة بيعجبني البيتسة شي بياتش منجاري سباكتي بيعجبني أكل لسباكتي هنا طبعا صرفت بياتشة في الجملتين عشان الجملة الأولى الفاعل لبيتسة مفرد والجملة التانية الفاعل أو التصريف طبقا ليه الفعل بتاع منجاري الفعل في الشكل المصدري طب الجملة الثالثة بالنسبة لباولو بياجبهم الحلويات الإيطالية صرفنا هنا عشان إيدولش يبقى أنا ماليش علاقة باللي جاي قبله يا شباب ليه علاقة باللي جاي بعده كلام جميل طب يبقى معنا كده اسم مفرد فعل في المصدر أختار بياجش اسم جامعة أختار بياجش طب آخر جملة بيعجبني قلبية ذات الإيطالية طيب حضرتك هنا بقى أنا جاي طبعا بعد بياجشنو جاي كلمة ملتو حضرتك الكلمة الوحيدة اللي ماليش علاقة بيها هي كلمة ملتو ليه بقى لإني ملتو هنا حال يا شباب معناها يعني معناها جدا أو كثيرا يعني بيعجبك جدا البت ذات الإيطالية يعني خلاص الكلام يا شباب فعل بياجش صرف بياجش لا بياجشنو بياجش بعده اسم مفرد فعل في المصدر بياجشنو بعده اسم جامعي الكلمة الوحيدة اللي منيش علاقة بيها هي كلمة ملتو عشان ملتو حال طيب بعد كده عندنا في فعل اسمه فوراي فوراي ده حضرتك هو التصريف الاول لفعل فوليري في زمن الشك في معا انا معناها اود او اريد يبقى انا هنا لما اجي اطلب حاجة بشكل محترم فبقول فوراي معناها بعد لازلنا حضرتك مسلا عايز كزا من فضلك اريد كزا طيب خلاص الكلام ان الفعل ده فعل متصرف مع انا فاللي جاي بعديه لاما يبقى فعل في الشكل المصدري لاما هيجي اسمه بقى بس طبعا لو جاي اسم يا شباب فمش فارب معايا مفرد او جامع يبقى فعل فوراي ده ده تصريف فعل فوليري بمعنى يريد في الموضو اسمه الموضو كونديتسيونالي سغة الشرط معناها اود اريد بس تخدمه لما اجي اطلب حاجة بشكل ايه مهزم يعني فطبعا اللي يجي بعديه لو جبت الفعل يكون في الشكل المصدري هجيب اسمه هيبقى مفرد او جامع مش فارق معايا زي فوراي منجاري ونباستا ايطاليانا نفسي اريد ان انا ااكل مكارونا ايطالية او فوراي دو بيتي دي بيتسا نفسي او عايز اود قطعتين من البيتسا طب نبص على اول جملة تي نقط لبيتسا ايطاليانا طبعا ما ليش علاقة بقى بتي او مي او تي او في كل دي دمار مفعول يا شباب هنا جاي لبيتسا فطبعا ده مفرد اختار بياتشا الجملة التانية مي اسكلتاري لكنسوني ايطالياني طبعا هنا اللي جاي بعد النقط اسكلتاري فعل في الشكل المصدري فاختار بياتشا او سيلفيا لسباكيتي طبعا ما ليش علاقة بسيلفيا ليه علاقة بسباكيتي طبعا سباكيتي جامع فاختار بياتشا اربعة تي نقط مولتو اي بياتي ايطالياني طبعا شباب مولتو ماناش علاقة بيها اللي جاي بعديها اي بياتي فطبعا ده جامع فاختار بياتشا طيب جملة رقم خمسة هنا بقى شباب في السياق اللي أنا جايبه ده هنا الجملة جايب بالشكل النمطي يعني بدأ بفاعل ومنتهي بمفعول فإبياتي هنا فاعل طب أعرف الموضوع ده إزاي يا شباب أني هنا الفعل بيتشاري هيتصرف حسب اللي جاي قبله مش بعد والله لو في نقط لو جالت جملة زي كده وفي الآخر في حرف الجر آه بعد دي اسم يبقى ده المفعول بتاعي يبقى أنا هتصرف فعل بيتشاري هنا حسب اللي جاي قبله اللي هو إبياتي الأكلات الإيطالية بتعجب جدا إليه الوالدين يبقى إبياتي إيطالياني هنا الفاعل بتاع فعل بيتشاري ده اسم جمع فهيبقى بيتشانو طيب ستة والله عايز أقول الذهاب إلى فرنسا هذا العام طبعا أختار بيتشي مش هينفع طبعا أختار بيتشي طب هقول بيتشي بيعجب بيعجب مين معنى هنا مش مكتمل فهنا ما ينفعش معايا إلا فرية شباب معنى أود يبقى أنا نفسي أروح فرنسا هذا العام يبقى هنا مش هينفع اختار بيتشي هيختار فوري طيب سبعة فوري وانت فأنا قلنا فوري ده بمعنى أود أريد طبعا ده فعل متصرف يبقى اللي جايب عادي لو هجيب فعل هيبقى في الشكل المصدري هجيب اسم يبقى أين كان بقى نوعه مفرد أو جامع مش فارق معاه يبقى الصح مين هنا شباب طبعا منجاري الاختيار التاني يبقى جبت فعل يأكل في الشكل المنظر المصدري طيب نخش بقى على حاجة مهمة جدا اللي هي ليه صفات الملكية مبدأيا كده يا شباب يعني إيه صفات ملكية هنبتدي نعرفها من خدال الجملة دي أنا بحب مدرستي طب أنا لو جيت شفت الجملة دي يا شباب أنا هنا فاعل بحب فاعل المدرسة مفعول طب كلمة لامية دي عبارة عن إيه يا شباب لامية دي عندنا في اللغة الإيطالية اسمها صفات ملكية اللي هي بتسوي عندنا في العربي يا الملكية مدرستي طب اللامية دي عملت يا شباب خلت ما بعدها اللي هي المدرسة مملوك لما قبلها اللي هو أنا فأصبح المدرسة هنا ما اسمهاش مفعول اسمها مملوك وأنا هنا مسموش فاعل اسمه مالك ولمية دي دي صفة ملكية اللي ربطت بين إيه بين المدرسة وبيني أنا يعني خلت المدرسة المملوكة ليا أنا زي الفnung يبقى صفة الملكية بتعمل يا شباب بتعمل علاقة ملكية تربط بين المالك والمملوك بتقولك اللي جاي بعدها مملوك اللي جاي قبلها يبقى الصفات الملكية لو عايز أعرفها يا شباب هنقول الصفات الملكية تعبر عن علاقة ملكية تربط بين المالك والمملوك زي عندنا بالعرب لما أقولك قلمي يبقى أنا مالك والقلم مملوك وليأ صفات ملكية قلمك أنت مالك والقلم مملوك وليأ صفات ملكية يبقى معنا كده أي جملة فيها صفات ملكية هلا عندنا فيه ثلاث حاجات هيبعا عندنا مالك يا شباب وعندنا مملوك وعندنا صفة ربطة الاتنين طيب يبقى اي جملة فيها صفة ملكية هيبعا عندنا الثلاث عناصر اللي قدام حضرتك دول مالك ومملوك وصفة ربطة بين الاتنين طيب المالك ده احتمالاته يا شباب احتمالاته اللي هي الضمار شخصي ايه انا تو انت لو ا Unai هو او هي نوي نحن فوي أنتم لورهم او هن يعني هقول لك قلمي هقول لك قلمك هقول لك قلم قلمنا قلمكم قلمهم يبقى المالك اللي هي الضماري الشخصية طيب المملوك ده عبارة عن ايه يا شباب المملوك في اللغة ده عبارة عن اسم واتفقنا ان اي اسم في الايطالي بيبقى ليه احتمال من اربع احتمالات لمفرد مذكر لجاء لمفرد مؤنس لجامع مذكر لجامع مؤنس معنى كده يا ستزا ان المالك ثابت لكن المملوك متغير وبما ان كل مالك ممكن يملك اربع انواع يبقى كل مالك هياخد اربع صفات ملكية اقول لك والدي يبقى المملوك بتاعي مفرد مذكر هقول لك والدتي المملوك مفرد مؤنس هقول لك اخوات الشباب مملوك جامع مذكر اخوات البنات مملوك جامع مؤنس فاصبح ان المالك ثابت والمملوك متغير وكل مالك طالما يملك اربع انواع يبقى كل مالك هياخد اربع صفات زي الفل يعني بتكلم عن نفسي انا كمالك ايه هاخد اخطر ايه واحدة من الاربع دول حسب الي انا بملوكوا كلام جميل بكلمك أنت أو أنت يبقى تو نفس السياق يبقى أنت بتملك ممكن تملك أربع أنواع أو أربع حاجات يبقى أنا هديك أربع صفات هديك إيه لتو لو أنت بتملك مفرد مذكر لتو بتملك مفرد مؤنس إيه توي بتملك جامع مذكر لتو بتملك جامع مؤنس وهكذا الحال مع باية الملاك كلام جميل يبقى إحنا قلنا صفات الملكية وظيفتها بتعمل علاقة ملكية تقبل بين المالك والمملوك طب أختاري إزاي بقى صفات الملكية يا شباب عندنا حاجة واحد هتقول لي من المالك يبقى أنا بحدد المالك يعني إيه بحدد المالك عايز أعرف المالك ده أنا ولا أنت ولا هو ولا نحن ولا أنتم ولا هم اتنين نوع وعدد المملوك لازم أعرف المملوك ده أني احتمال من أربع يبقى إحنا فلسفة اختيار صفات الملكية بناء على عنصرين من المالك ونوع وعدد المملوك يعني الجملة اللي ده مسياتك دي بقول فاطمة دوفي ليبرو يا فاطمة فن كتابك المالك هنا مين يا شباب فاطمة فاطمة اسمه مفرد ورا فاصلة بيتسوي تو يبقى فاطمة دي بتسوي أنتي ممكن تاخد أربع صفات تاخد التو وتاخد لطوة وتاخد اتوي وتاخد لطوة طب اختر أني صفة من الأربعة ما ليش علاقة فاطمة أبص على نوع وعدد المملوك المملوك عندي كتاب ده مفرد مذكر فهديها التو بقى أنا اديت فاطمة صفة مفرد مذكر آه عشان مملوكها مفرد مذكر طب يبقى كده القاعدة العامة اختار صفات الملكية من المالك نوع وعدد المملوك خمس حالات شواز ودرسة كونس أول حالة شازة يا شباب افرد المالك ده كان مخاطب بس صيغة احترام أي المشكلة احنا متفقين أي مخاطب صيغة احترام فهو بالنسبة لي حضرتك يعني مش تو يعني بكلمك لاي بس كده يعني الجملة الاولى دي بقول بروب باولو فاصلة دو في ماكنا عايز اقول له يا أستاذ باولو فين عربيت سيادة طب ما الأستاذ باولو ده بيسوي لاي اسمه مفرد بعدي فاصلة بس قبلي لقب يبقى مش هقول له أنت هقول له حضرتك يعني لاي يبقى الأستاذ باولو كده كده المالك ده بيسوي لاي يبقى هياخد مجموعة لاي هياخد إلسوه لاسوه إسوي لسوه طب والماملوك ماكنا ده مفرد مؤنس يبقى هيدي له لسوه يبقى أول حالة شهزة لو المالك سيغة احترام هنقول له لي مش هنقول له تو طب الحالة التانية يا شباب لو احنا رجعنا مع بعض كده لجدول صفات ملكية هنلاقي ان كل صفات ملكية يجب ان تصبق بأدوات تعريف يعني اي صفات ملكية مع ماملوك مفرد مذكر بديها اين مفرد مؤنس جامع مذكر جامع مؤنس يبقى دي القاعدة يجب ان يتم وضع أداة التعريف قبل صفات الملكية طب الحالة الشهزة امتى بجيب الصفة بدون أداة تعريف عندنا في ثلاث مواضع يا شباب الحالة الأولى إذا كان المملوك من أفراد العائلة يعني ايه كان فرد عائلة يعني من الجدول قدام سيادتك ده أب أخ زوج زوج ها حفيد جد وهكذا بس يبقى مفرد عائلة وفيه ثلاث شروط يبقى مفرد أخي مش اخوات غير مزبوك بصفة يعني مش قابلي صفة مش اقول مثلا جديد الطيبة لا غير مدلل يعني مش مدلع يعني اقول بادري مش بابا هقول مادري مش مامان يبقى لو كان المملوك فرد عائلة وفيه ثلاث شروط مفرد غير مزبوك بصفة غير مدلل بنشيل أداة التعريف زي الجملة دي بقول ايو ستوديو كن بادري أنا بذاكر مع والدي أنا هنا مالك يبقى أنا هاخد إن ميو لا ميا إن مياي لميا إن مملوك بادري مفرد مزق المفروض هقوله إن ميو أبص على حالة الشازة إن مملوك ده إيه ده معنى أب ده فرد عائلة مفرد آ ما في الصفة قابلي آ غير مدلع آ يبقى هنا هشيل الألف و اللام فهجيب الصفة بدون ألف و اللام هقول ميو بس طب افرد المملوك ده كان فرد عائلة بس فقط أحد الشروط الثلاثة يعني كان جامع أو قابليه صفة أو متدلع يتحط قابليه الأداء يا شباب با كده مملوك بالشاز زي الجملة دي بقول بقول بيروح المدرسة مع إخواته طبعا هنا بقول هو والمملوك جامع مذكر هتقول لي ده فرد عائلة هقولك أيوة بس ده فقط شرط الإفراط فحط ده الأداء بقوله أيوتا لصوة سورلينة بقوله بيساعد أخته الصغيرة بقوله هو والمملوك مفرد مؤنس قلتوله لصوة هتقول لي طب ما هنا المملوك سورلينة أخته وفرد عائلة هقولك أيوة بس فيها شرطين مش ثلاث مفرد وما في الصفة قابليه بس هنا جات مدللة بقوله آما لصوة بونا نونة بقوله بيساعد جديده طيب نفس القص بقوله هو والمملوك مفرد مؤنس هتديده لصوة طب ده فرد عائلة بس أقولك فقط شرط التدليل هتجي تقولي طب أنا عايز أعرف أفراد العائلة هنا قاسب ونا نونة جات قابليها صفة طبعا أفراد العائلة لما بتتدلع بالشكل اللي أنا كاتبه قدام سيئة يعني بادري ده لحة بابا مادري ماما فراتيلو فراتلينو سورللا سورلينة وهكذا شبه يبقى ده شكل أفراد العائلة لما بحصلها تدليل يبقى الحالة الأولى اللي أنا بشيل فيها الألف والله من قدام الصفة إذا وقعت صفة ملكية إذا كان المملوك من أفراد العائلة وفيه ثلاث شهور طب الحالة الثانية بقى يا سدزة إذا وقعت صفة ملكية بين فعل إسر وصفة الإشارة كويستو هذا أو هذه يعني صفة ملكية طعف النص زي الجملة دي علي فاصلة إيه كويستو بيننا طبعا يا علي هو ده ألمك علي هنا بيسوي طو أنت والمملوك بيننا ده مفرد مؤنس المفروض هقوله لطوة هقول لي استادتك بس الصفة هنا وقع بين فعل يكون وصفة الإشارة كويستو فشلت الأداة فقلت طوة يبقى صفة ملكية لو جد بين فعل يكون وصفة الإشارة كويستو بشل الألف والله آخر حاجة شباب إذا جاءت صفة ملكية بمفرادها أو بعد الإسم المملوك يعني تقدمه تأخير يعني إيه بمفرادها أنا دلوقتي بقول دي كي إيه لابنا لمن يكون هذا القلم أنا ماسك القلم بقول القلم ده بتاع مية مش منطق أن أنت تقول لي هذا القلم يكون ملكي يبقى هنا في الإجابة هتقول لي إيه مية إنه ملكي يبقى أنت هنا حزفت المملوك فإذا تم حسف المملوك يتم حسف الأداة فهنقول مية طب الجملة الثانية علي فياني أوجي أكازا مية يا علي أنت هتيجي النهار ده إلى منزلي خدتوا بالكم أن هنا المنزل ده المملوك ومية صفة بس حصل تقديم متأخير يبقى عندي فيه ثلاث حالات يا شباب بشيل فيها الأداة من قدام صفة الملكية لو المملوك فرض عيلة وفيه ثلاث شروط إذا وقعت الصفة بين فعل يكون وصفة الإشارة كوسته لو الصفة جت لوحدها أو حصل تقديم متأخير طيب آخر حالة شازة عندنا يا شباب إذا كان المالك هم أو هن يعني الأرم في هذه الحالة يجب وضع أداة التعريف قبل صفات الملكية في جميع حالات حتى لو كان المملوك فرض عيلة وفيه ثلاث شغول يعني إيه يعني لو أنت فكر معايا جدوى الأربع صفات بتوع لورو هي لورو 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 فأصبح أن الصفة ما بهاش أي تمييز ففي الحالة دي مش هينفع أشيل الألف و لا لأن لو شبت الألف و لا مش هيبقى فيه أي تمييز للصفات الملكية تمام كده يا شباب خدنا الخمس حالات شازة لصفات الملكية وطبعا مع لورو والشباب زي الجملة دي بقول باولو باولو دينو بيروح المدرسة مع والدهم طبعا باولو دينو هم والقب مفرد مذكر المفروض تبقى إيه لورو كلام جميل طب هتقولي المملوك ده فرض عيلة وفيه ثلاث شغول المفروض أشيل الألف و لا هقولك لأ الملك هنا هم أو هن فلازم أحط الألف و لا حتى لو المملوك كان شاز طب نبص على الأمثلة دي يا شباب أول سؤال جوليا فاصلة يا جوليا هو أنت لقيت مفاتيحك مبارح من المالك تو جوليا يبقى جوليا بتسوي أنت والمملوك جامع مؤنس كيابي جامع مؤنس فهديها لتو أنا و جوليا والله احنا سعداء جدا بركي بسبب طب عايز هنا صفة ملكية اتفقنا من المالك نوع وعدد المملوك الملك هنا مين يا شباب بقولك أنا و جوليا محظوظين جدا عشان المدرسة تكون شطرة يبقى المالك نحنو بحكم طبعا المنطق بتاع الجملتين يبقى المالك نوري يبقى هناخد النستر ولا نستر واي نستري ولا نستر طب المملوك مين يا شباب بروفسوريسة ده مفرد مؤنس يبقى هنقول لا نستر ماندنو فيليو بيكمبراري الباني باني ماندنو ده فعلي يرسل يبعت ومتصرف معهم يبقى هم بيبعته ابن عشان يشتر خبز كلم جميع طيب جايب لك بقى في الإجابات الميو التو 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 طبعا ده سؤال جي في السنة السنوية عامة هو سؤال اللي قابليه سؤال صعب جدا الملك هنا مين أنا بقول هم بيبعتهم طب فيليو ابن طب ممكن أقول لك هم بيبعتهم ابني أو ابنك أو ابنه أو ابنهم كلها تمشي خلي بالكم طيب معنى كده ان الأربع صفات اللي تحت دول كلهم مع مملوك مفرد مذاكر طيب لكن تعال لبص على المملوك هو فيليو ده معنى إيه أولا ده مملوك مفرد مذاكر كلام جميع يعني بالشكل الأولاني كده الأربع صفات صح لكن فيليو معنى إيه لا ده فرد عائلة مفرد آه ما في الصفة قبليه آه غير مدلل آه فالمملوك ده شاز فمش هينفع حط الألف واللام قدام الصفة إلا لو كان المالك مين هم أو هن معنى كده الشباب لو أنا عايز أقول هم بيبعاتوا ابني هقول ماندانو ميو فيليو ابنك توفيليو ابنه سوفيليو لكن ابنهم لازم نحط الألف واللام قدام الصفة حتى لو كان المملوك شاز يبقى مين الصح أو مينس الاختيار الوحيد اللي صح هنا اللورو يا سد طيب رجعت سفاصلة كواندو أنداتي ضال بابا بقولهم يا شباب امتى هتروحوا عند والدكم كلام جميل يا شباب هنا بتسوي فوي كلام جميل يبقى تاخد الفوسترو ولفوسترا وإيفوستري وليفوستري إن مملوك بابا ده مفرد مذكر حلو هتقول لي الفوسترو هقولك صح هتقول لي طب ده مملوك ده فرد عائلة بس مفرد وما في الصفة قبليه بس ده مدلل متدلع فلازم نحط الالف واللان كلام جميل كلام جميل يعني الصح هتقول لي الفوسترو هقولك غلط مش هنختار الفوسترو طب ليه لإني سيادتك مخدتش بالك إن فيه ضل طب ما أنا جايب لك ضل ده حرف جار ومركب الض زي اداة التعريف إيل فكده كده الإيل دي موجودة مع الض يبقى أنا عايز صفة بدون الفوسترو مش عشان المملوك شاز لا عشان الالف ولم مدنجة مع حرف الجار في ضل يبقى هنا أختار مين يا شباب؟ أختار فوسترو بس لاختار الثالث طب نخش على خمسة إيريس يامو أنضاتي ضاي كو جيني نفس الصياء إن ده رح إحنا ذهبنا عند ولاد عم منا المالك نوي نحن هناخد إن نسترو لنسترا إي نستري لنستري إن مملوك كو جيني ولاد عم جمع مذكر نختار إي نستري فارد عيلة بس فقط شرط الإفراط فهجيب الصفة فيها ألف فلان فالطبيعي إن أنا هقول إي نستري هقول لغلط نفس الصياء ليه؟ عشان حضرتك في ضاي طب ما ضاي دي؟ اللي هي الضاي زي دي الإي يبقى أنا هنا هقول مين يا أسدزة هقول نستري من غير ألف ولم عشان الإي مبودة مع الضاي الجملة رقم 6 إيه النوعات بادري لفورا إن قون ريستوران هنا مفيش مالك محدد بقول أب يعمل في مطعم ممكن ولدهم والدي والدك والدنا أيا كان المالك ده تعالى مبصد عن المملوك بطري ده فارد عيلة ده مفرد مذكر معناه أب مفرد آه ما فيه الصفة قبله آه غير مدلل آه كلام جميع لكن خدت بالك إن في إيه فيه أداد تعريف قبل الصفة يبقى معنا كده هنا المملوك ده شاز ده المملوك ده أب فارد عيلة فيه ثلاث شرور فمشاني انفع حط الألف ولم قدام الصفة إلا في حالة واحدة بس إذا كان المملوك مين إذا كان المالك مين هم أو هن فعشان كده الوحيدة اللي تمشي معنا مين يا شباب لورو طمان طب باولو آيوتا سنبري نيبوتي باولو بيساعد دائما نيبوتي طبعا نيبوتي ده حفيد أو حفيدة خلي بالك الاسم ده يمشي مفرد مذكر أو مفرد مؤنس طبعا نطبق القاعدة بتاعتنا من المالك نوع وعدد المملوك المالك هنا باولو هو يبقى ياخد كلام جميل المملوك نيبوتي في مشكلة تانية ندامة أولا نيبوتي معناها حفيد أو حفيدة ده فرض عيلة مفرد آ ما في الصف قبل آ غير مدلل آ فمش هينفع حط الألف واللان كلام جميل بس طبعا هنا يمشي مفرد مذكر ويمشي مفرد مؤنس يعني حضرتك هنا ممكن أقول باولو آيوتا سنبري سو نيبوتي وممكن أقول باولو آيوتا سنبري سو نيبوتي يبقى ممكن حفيده أو حفيدته اللي اتنين صح ايه بقى الصح اللي تحت اللي الوحيدة اللي تمشي طبعا سوى يا شباب الصفة الوحيدة اللي جاية من غير ألف والام مع مفرد مؤنس يبقى كده نيبوتي دي معناها حفيدته مفرد مؤنس بحكم ان الاختيار الوحيد اللي صح هو سوى طب نخش على جميع رقم 8 او ماكينة او بيتش أصدقاءنا بيروح الشغل بالعربية بتاعتهم كلام جميل هنا الملك مين هم حد شغل نحن أصدقاءنا الملك هنا اللي هو الفاعل اللي هو المملوك الأصدقاء هنا الملك يبقى هم طب هو المملوك اوتو مفرد مؤنس ماكينة مفرد مؤنس بيتش مفرد مؤنس أنا جابت ثلاثة عشان تعرفهم بس يبقى صحي مينة شباب تبقى لالورو طبعا الي ايه التالت طب بقولوا فاصلة أنا جاب لك الثلاثة عشان تعرف سيادتك اني مدرس او مدرسة شابة او شابة مغني او مغنية طيب الملك هنا مينة شباب بقولوا فاصلة بيسوي انت طب المملوك ممكن مفرد مذكر او مفرد مؤنس مفرد مذكر مفرد مؤنس كلام جميل طب انا هنا في مشكلة اني هنا بقولوا بيسوي تو حلو وكانتان وينسينيانتي مفرد مذكر او مؤنس يعني لتو صح ولا تو صح طب انا اعمل ايه قالك لا ما اكمل الجملة فيه ابرافة يا شباب معناها شطرة لا يبقى الصفة دي مؤنس يبقى الثلاثة دول مؤنس انا جايب الثلاثة مش هيجي الثلاثة في الامتحاء انا جايب الثلاثة عشان تعرف ان الثلاثة دول يمشوا مذكر ومؤنس يبقى صح هنا مين طبعا يبقى انسينيانتي مدرس جوفاني شاب كانتانتي مغنية يبقى مين يا شباب تبقى لطوة التانية باولو جوكا تينيس كون سورلينة باولو بيلعب التينيس مع سورلينة اخته الصغيرة طبعا باولو لوي هو والمملوك سورلينة مفرد مؤنس فاردعيلة بس فقط شرط التلديل فلازم احط الاداة هتبقى لصوة باولو ايه نفس السياق باولو بيسوي انت والمملوك تشلولاري مفرد مذكر المفروض هقول له قلتوه هقول لك لا عشان الصفة وقع بين فعل يقون وصفة الاشارة كوستو فهنقلتوه دينو اتوا كوستا بيننا يا دينو هو ده قلمك خدت بالك ان هنا مفيش مملوك فيتم حصف الاداة هنا في الاجابة مفيش مملوك عايز اقول ملك يبقى مفيش مملوك المملوك هجيبه منين من السؤال اللي هو بيننا ده مفرد مؤنس كلام جميل وانا بكلم دينو في السؤال انت فهيجاوب انا معنى كده ان الاجابة الملك انا والمملوك بيننا مفرد مؤنس فهقول له مية شلت الاداة ليه عشان طبعا اتفاقنا اقولنا الاداة اذا تم حصف المملوك يتم حصف الاداة شباب يبقى مية انه ايه انه ملك يا لان جميل وزال فول اخر جميل برو باولو دوفي كياضي يا استاذ باولو فين مفتاح حضرتك طبعا استاذ باولو سيغة احترام هنقول له لاي والمملوك كياضي مفرد مؤنس طبعا هنقول له لصوى عشان طبعا المالك هنا سيغة احترام طب نبدأ دولة الشباب في الافعاد المنعكسة طيب نفس السياق باضرب اللي محتاج شرح مفصل ممكن نرجع للفيديو الخاص بشارح الدكتر ده طب خلاصة الكلامة شباب يعني ايه فعل منعكس الفعل منعكس ده شباب هو فعل عادي خالص يعني الفعل طبيعي جدا بس الفرق بينه بين الفعل المتعدي ان الفعل ده لا يقع على مفعول يعود على الفعل بتاعه زي ايه شفت كده بالبلد كده الفرق بين يوقز ويستيقظ يوقز محمد بيصاح احمد يبقى فاعل فعل مفعول لكن محمد بيصحى الساعة ثلاثة يبقى محمد هو الفاعل وهو المفعول حط في دماغك كده الفرق بين يمتع ويستمتع يمتع لا هو الفعل هو المفعول ففعل منعكس من معنى شباب هو فعل يقع على فاعله يعني anda بقى الفاعل بيعمل الفعل وبيقع عليه ثاني زي ثاني زي لا variables يخسر لكن survivors يختسل يبقى بقول باولو лافا لا ماكنا باولو بيخسل عاربان يبقى فاعل فاعل مفعول لكن باولو صي لافا باولو بيخسل يبقى باولو بيخسل نفسه ويبدأ فعل منعكس زي الجملة تقديم ده نسياتك دي عالي بيسعى الساعة 3 هنا علي هو الفاعل هو مين هو المفعول كلام جميع يبقى الفعل منعكس يا شباب هو الفعل الذي يقع على فاعله بمعنى انه لا يوجد مفعول به في الجمع طيب شكل الفعل منعكس وازاي بحول الفعل من عادي المنعكس حضرتك عشان تحول الفعل من عادي المنعكس كل اللي احنا بنعمله يا شباب في الشكل المصدري منيجي جنب الفعل. فالفرق يا شباب عشان احول الفعل من متعدي لمنعكس كل اللي انا بعمله يا أسات زي. بحط الضمير المنعكس C في نهاية الشكل المصدري. احنا اتفقنا قلنا اي فعل عندي في اللغة الايطالية اما ان ينتهي باري او اري او اري. كلام جميل. يعني الزاري بمعنى يوقز. طب حطت C يستايقز. يبقى كده حولت الفعل من عهد المنعكس. متر يضع. طب التيرسي يضع على نفسه يعني يلبي صدوم. ديفر تيري يمتع. طب ديفر تيرسي يستمتع. يبقى كده الفعل تحول لمنعكس. يبقى انا عشان احول الفعل من عهد المنعكس كل اللي انا بعمله يا سادزة بحط ضمير الانعكاس C في نهاية الفعل ايه في الشكل المصدر. كلام جميل. طب عشان اصرف بقى يا سادزة. يبقى احنا كده لما نيجي نصرف الفعل منعكس فاحنا بنصرف حاجتين. انا عندي فعل. وعندي ضمير الانعكاس اسمه C. فحضرتك لما تيجي بتصرف انت بتصرف حاجتين. بتصرف الضمير المنعكس C على حسب الفاعل. بيتفاك الستة. مع ايه تنزل ميه. مع توه تنزل تيه. مع لوي سيه. مع نوي تشيه. مع فوي فيه. مع الورو سيه. وبعد كده بصرف الفعل تبقى للزمن. سواء مضارع. سواء ماضي. سواء مستدل. زي مثال بالجدو اللي ده مستدل. قدي فعلي لفارس بمعنى يختسل. لما جيت صرفته في المضارع. اول حاجة صرفت السيه. تبقى للفاعل. يعني مع ايه. السيه تحولت الى ميه. مع توه تحولت الى تيه. مع لوي تحولت الى سيه. مع نوي بقت شيه. مع فوي بقت فيه. مع لورو بقت سيه. يبقى ميه تي سيه تشي في سيه. ده تصريف الضمير المنعكس. بعد كده بجيب الفعل يا سدزة. تبقى لقعدة الزمن. المضارع قال لي الشيه نهاية وحطيت نهاية. شرت الار وحطيت او اي ايامو اتانو. يبقى عايزوا ان انا بختسل. مي لافو. تي لابي. سي لابي. تي لابي. يا معو. في لافاته. سي لابيانو. طب عايزين نصرف الفعل في المستقبل. صرف الضمير. طبقى للفاعل. والفاعل طبقى للزمن. يبقى السيي تنزل. مي تي سي. تشي في سي. والفاعل طبقى للزمن. لاذي رو. لا في راي. وهكزا. طبع عايزين نصرف في الفعل في الماضي نفس الفكرة هنجيب الضميق تبقى للفاعل والفاعل تبقى للزمن يعني السي تنزل والفاعل تبقى للزمن طبعا زمن الماضي يا أسدزة قلنا بنجيب الفاعل نقسمه شقين مساعد واسم المفعول فأنا بجيب الفاعل بتاعي بديله المساعد وبجيب من الفاعل اسم المفعول طبعا الفاعل المنعكس في الماضي بياخد المساعد قسر يعني هيبقى ميسونو تي ساي سي اي تشي سيامو في سياتي سي سونو واسم المفعول هنشيل القاري ونحط قاطو وطالما خدنا اسر يا أسادزة فاسم المفعول هياخد تبعية يعني أنا بتكلم عن نفسك مذكر هقول ميسونو لفاتو بنت بتتكلم عن نفسها ميسونو لفاتو بكلم ولد تي ساي لفاتو بكلم بنت تي ساي لفاتو بتكلم عن علي سي اي لفاتو بتكلم عن فاطمة سي اي لفاتو وهكذا أسادزة طب نحن جامع مذكر تبقى لفاطي نحن جامع مؤنس لفاطي أنتم نفس السياق هم أو هن تبقى لفاطي لفاطي يبقى الفعل المنعكس لما بنصرفه الدمير بيتصرف على حسب الفاعل والفعل تبقى للزمن آخر حاجة يا سادزة عندنا في الأفعال المنعكسة والله لو جاء لفعل المنعكس جاي مع فعلين يعني زي اللي احنا الأفعال الخادمة اللي قلنا عليها فعل مصرف والتاني مصدر طيب زي الجملة دي بقول يا دينو يا دينو دينو رد علي ردين الرد الأولاني قال لي والله أنا بصحة الساعة 3 تصحة الساعة كام قال لي بصحة الساعة 3 فهنا أنت في السؤال نزلت أنا ايه في الإجابة طيب الجملة التانية يا شباب قال لي هنا قال لي عايز أصحة كلام جامعين هنا الفعل الأولاني طب طبعا لما فعل مصرف شباب قال لي بعديه فيين في الشرط المصدري طب اللي بعديه ده فعل منعكس اللي هو فعل أعمليه في الحتة دي قال لك نزل الفعل مصدري عادي خالص والضمير الإنعكاس اللي هو السي لازم يتصرف يا شباب والفعل أنا فهيتصرف مي كلام جميل يبقى صح مين تبقى مي فليو إتصرف يبقى ticks يبقى الفعل للخادم الأولان اللي هو هو فعل فيوليو اتصرف عادي واللي بعض يجي في الشكل الإيه؟ المصدري ضمير إتصرف بقى مي قالك بقى في قد كمان ممكن نجيب الضمير المنعكس اللي هو المي قبل المصرف قبل فيوليو أو بعد الفعل في الشكل المصدري يعني نجيبه بعد يبقى يا شباب لإما produced Shawn أعم Stamp بقى الإنعكاس اللي هو المنعكس بس كده يجي منعكس الفعل هينزل مصدر والضمير لازم يتصرف إما أن يأتي قبل المصرف أو بعد مين أو بعد المصدر طب بالمثال يتضح الكلام نبص مع بعض على شوية الأمثال دول يا شباب أول سؤال طبعا برو باولو بيسوي ليه حضرتك يبقى التصريف الثالث يبقى ده فعل منعكس يبقى الضمير المنعكس هينزل زائد التصريف الثالث للفعل هتبقى سيسفليا الثالث بيعجبني جدا قضاء الأجازة مع دينه عشان فعل يستمتع جدا سويا طالما كلمة فيه كلمة سينسيام يا شباب سويا يبقى الفاء الجامع يبقى معنى كده أني أبقولك بيعجبني قضاء الأجازة مع دينه عشان أنا وهو بنستمتع جدا مع بعض يبقى تشيدي في اكتيامه يا شباب يبقى الاختيار الأخير طبعا لنصترا كلاسي كل الفصل بتاعنا كل الفصل بتاعنا هيتقابل أمام المدرسة أو تقابل أمام المدرسة إمبارة طبعا حضرتك كلمة إيري زي ما ماض والفاعل لنصترا كلاسي هي يعني طبعا لنصترا كلاسي الفاعل مفرد لكلاسي مفرد مؤنس يبقى هي يبقى التصريف التالت وده فعل منعكس يبقى الضمير منعكس هينزل مي تي سي هيبقى الضمير سي والفعل هيتصرف التصريف التالت في الماضي يعني هياخد المساعد إستري سونو صاي إي زائد اسم المفعول بالتبعية هتبقى سي إي انكنتراطة التانية يا شباب يبقى صرفت الضمير السي نزلت سي والتصريف التالت للفاعل في زمن الماضي انكنتراطة والقوت حولت الى ا عشان التبعية طيب نفس القصة عندنا جملتين يا شباب الجملة التانية ولا فيها فاعل ولا فيها زمن اتفقنا بنوحد زمن الجملتين ولو ما فيش كلمة دلع ان فيه فاعل مختلف بنوحد فاعل الجملتين فهنا سونو الجملة الاولى لما فاعل يكون طيب سونو ده ده متصرف في المضارع تصريف فاعل يكون في المضارع يبقى زمن الجملة التانية مضارع طيب سونو ده متصرف مع انا ومع هم يعني ممكن عندما انا اكون وعندما هم يكون اعمل ايه ابص على الصفة اللي بعد يكون طبعا استانكي صفة جمع يا شباب فسونو هنا جمع مذكر اللي هي هم يبقى لما هم بيبقوا تعبنين هم بيناموا قدام التلفزيون يبقى طبعا الجملة التانية زمنها مضارع والفاعل هم يعني التصريف السادس هتبقى سي الدور منتانو الأخيرة يبقى لما هم بيبقوا عينين أو تعبنين هم بيناموا قدام التلفزيون طب الجملة الثانية يا سادزة اياري بقولوا ايكيارا اياري زمن ماضي والفاعل بقولوا ايكيارا هم جمع مذكر يبقى التصريف السادس للفاعل طبعا ده فعل منعكس يبقى الضمير سي يتصرف على طبقا للهم والفاعل يتصرف في تصريف السادس تبقى سي سونو فيرماطي طبعا خدت الاولى مش التانية عشان ولد وبنت جمع مذكر يا سادزة فالتبعية جمع تسكير تبقى سي سونو فيرماطي اياري ايو نون الكومبيليانو دي ميا موليا لميه للجملة دي طبعا اياري زمن ماضي والفاعل انا تصريف اول زي الفول وده فعل منعكس يعني السي هتنزل مين والمساعدة ايبقى سونو طب اسم المفعول هيتصرف تبقى ان الفاعل وطبعا لما خدنا اسري ففي تبعية هتنزل تحت هتقولي الاولى صح والتانية صح ميسونو دي مينتيكاتو صح وميسونو دي مينتيكاتو صح طب اعرف من ان اللي بتكلم عن نفسه بقى ده ولد ولا بنت كمل الجملة سي بقولك امبارح انا نسيت عيد ميلاد زوجتي يبقى اللي بتكلم الزوجة شباب يبقى اللي بتكلم هنا انا مفرد مذكر تبقى ميسونو دي مينتيكاتو الاولى طب شلت كلمة مولي وكتبت ماريتو زوج يبقى اللي بتكلم الزوجة هتبقى ميسونو دي مينتيكاتو طب اللي بعدين رجدت فاصلة طبعا رجدت انتم اللي بالفعل هتصرف التصريب الخامس يعني السي تنزل في تبقى في يا شباب التانية طبعا هنا عندي فعلين الاول مصرف والتاني مصدري والفي اللي اما تيجي قبل فولاتي اللي اما تيجي بعد ببروفاري يعني ممكن اقول فولاتي بروفاربي اللي انسينيانتي دي طاليانو النوبو تشيندرو كوميرشالي اللي انسينيانتي دي طاليانو الفعل هنا هن جمع مؤنس طبعا الثلاث اختراف كلهم في الماضي بقى الزمن زمن ماضي تبقى سي سونو ان كونتراتي الأخيرة عشان الفعل جمع مؤنس في اي ساعة يجب عليكم انتم تستيقزوا خدت بالك ان انا هنا سائل بانتم والفعل اتصرف التصريف الخامس مع انتم قلت دوفاتي وفعل يا سايعز جبته في المصدر والسي تحولت الى في وهنا جبتها قبل بعد الايه بعد الفعل في المصدر حلو الاجابة يا شباب طبعا انتم في السؤال تنزل نحن في الاجابة تبقى مين بقى تبقى تشي فوليامو زفلياري يبقى الفي تحولت الى تشين ودوفاتي نزل ايه نزل فوليامو يبقى انتم في السؤال تنزل نحن في الاجابة طب جوليا فاصلة يا جوليا انت متأخرة ديفي يجب عليك ان انت تجهازي بسرعة طبعا هنا ديفي ده فعلي متصرف يبقى اللي بعديه مصدري طيب وده اللي بعديه ده فعلي منعاكس يبقى الفعلي هينزل مصدر والدمير لازم يتصرف يا شباب هتبقى بريبرارتي التانية طبعا ممكن اجيب تي قبل ديفي تبقى تي ديفي بريبراري يبقى العديد الكثير من فرقتنا ستتقابل في المدرسة اليوم طبعا الفاعل مولتي جمح يبقى بيساوي هم يبقى التصريف السادس يبقى سي ان كونترانو التانية سينيور باولو حضرتك سحيتس امتا امبارح نفس السياق طالب مني في الاجابة فعل ولا مديني زمن ولا مديني فاعل ابو الصعد سؤال زمن السؤال ماضي يبقى زمن الاجابة ماضي طب فاعل السؤال حضرتك الساس باولو طبعا حضرتك في السؤال تنزل انا في الاجابة تبقى مي سونس بلياتو الاخيرة يا شباب طبعا الفاعل هنا مفرد مذكر بتكلم عن نفسه سكوزي فوليو أمباري وليسكاربي لو سمحت عايزة إيس الكوتشي ده او الجازملي طبعا تبقى بروفارمي التالتة طبعا فوليو متصرف مع انا يبقى اللي بعدين مصدري والضمير لازم يتصرف طبقا للفاعل تبقى بروفارمي لإما هقوله فوليو بروفارمي لإما مي فوليو بروفاري او مولتا ده فاري او جي اي ديبو الله عندي حاجات كتير عاملة النهاردة ويجب عليها تبقى بريبرارمي الأخيرة طبعا نخش بعد كده على التعبيرات الدلة على المكان والله التعبيرات الدلة على المكان يا شباب هم عددهم 14 تعبير من حيث المعنى كل واحد من دول ده معنى واحد فقط يا شباب يعني لونتانو ده بعيد عن دي سينيستر دي على اليمين السينيستر دي على اليسار دي في مواجهة أكانتو بجانب أكانتو بجانب قريب من دفانتي آ أمام ديترو آ خلف كوي هنا لا هناك دينترو داخل فوري خارج صبرا فوق صوته تحت طب يبقى منحس المعنى يا شباب كل واحد من دول دي معنى واحد فقط والسيابتك لازم تعرف معناهم عشان ممكن يجي عليهم سؤال في القطعة طب منحس الشكل والله يا حضرتك اللي 14 دول عندنا ستة بيجوا بالشكل البسيط فقط اللي هي كوي و دينترو و صوبرا و لا و فوري و صوته يعني ايه بشكل بسيط فقط يعني ما بيحصل لهمش إدماج مع أدوات التعريف يا شباب بيجوا لوحدهم والألف و لهم لوحدهم لكن الثمانية لقدام حضرتك دول لا بيحصل لهم بيجوا بالشكل المركب فقط يعني ايه بيجوا بالشكل المركب فقط يعني كل واحد من الثمانية دول يا شباب بياخد حرف من الثلاث حروف جر اللي قدام سيادتك دون ولما اجا باستخدمه انا باخد حرف الجر ده بلازم ادمجه مع الالف واللام اللي جاية بعديه يعني لونطانو ده بياخد ضا يبقى لونطانو ما يسمهاش بقى لونطانو بس ده لونطانو ضا معناها بعيد عنه ادسترا واسينيسترا بياخده دي يبقى ماينفعش اقول ادسترا بس لا ادسترا دي لا اما اسينيسترا دي طب لما اجا استخدمه باخد حرف الجر دي ده بدمجه مع الالف واللام ادوات التعريب بتاعت الاسم اللي جاي بعده يعني تنزل ادسترا ديل ودل ودل وابستورف وهكذا لونطانو ضل وضل وضل وابستورف وهكذا الخامسة اللي بقىين بقى شباب دي فرونتي وآكانتو وفيتشين ودفانتي وديترو الخامسة دول كلهم بياخدوا حرف الجر ا فنفس القصة لما اجيب استخدمه بيحصل ادماج لحرف الجر ا يبقى انا عندي تمن تعبيرات ده على المكان وعندي ثلاث حروف جر يبقى واحد بياخد الض اتنين بياخدوا دي خمسة بياخدوا يبقى واحد ض اتنين دي خمسة المعلومة التانية او الملحوظة التانية ان عندك ديترو ده يا شباب ممكن ياخد حرف الجر ا ا وممكن ما ياخدش واللي اتنين صح طب تعالوا بالمثال يا تضحي الكلام الليته ايه ضل رمضيه يبقى اول شكل للسؤال في الامتحان ان يجيب لك حرف الجر المركب وانت تجيب التعبير هنا تدني الحل قال لي ضا يبقى انا عايز حاجة بتاخد حرف الجر ده ما عنديش خلا حجة واحدة الليته يمين لون طان طب الجملة اللي بعديها لابورتا ايه دلة فينيسترا جابلك دلة اللي هي حرف الجر دي انا عندي حاجة من الاتنين لا اما قا دسترا لا اما قا سنيسترا هنا طبعا قا سنيسترا طبعا استحالي جيب الاتنين في الامتحان لان الاتنين صح طب السؤال الثالث المركاتو إيه؟ هنا في جاب لك الله يبقى أنا عايز حاجة بتاخد A أنا عندي خمسة بياخده A طبعا مين الوحيد اللي بياخد A هنا؟ يبقى أول شكل للامتحان أو أول فكرة للامتحان هيجيب لك حرف جر وانت تجيب التعبير طب الشكل التاني يا شباب يجي قولك المركاتو إيه؟ هنا بقى ميديك التعبير وانت تجيب حرف جر طبعا لونتانو بتاخد حرف جر ده وتشينيما بتاخد إيل سوبا ميركاتو بياخد إيل بار بياخد إيل يبقى الضامع الإيل تبقى ضال يا شباب تبقى طبعا الأولى تبقى ضال التشينيما إيه؟ طبعا سينيسترا بياخد دي وستاديو بتاخد لو طب الدي مع اللو هتبقى دل لو تبقى التانية رامية كازا إيه؟ دافانتي ستاتسيوني دافانتي من اللي بياخد A وستاتسيوني بتاخد لا فالA مع الله هتبقى أقل يا شباب يبقى لا إما يجيب لي حرف الجر وأنا جيب التعبير لا إما يجيب لي التعبير وأنا جيب له حرف الجر طب نخش على سؤال رقم سبعة التشينيما إيه؟ يا ابن اللازينة جميل جدا كده هنا بيقول لك تجاب لك ألف و لام يبقى مباقيا هيجي في دماغي إن أنا عايز تعبير دل على المكان بيأتي بشكل بسيط أنزل تحت دفانتي بياخد A قدستر بياخد D لونتانو بياخد D ديترو بياخد A استحال أجيبهم بقى المفروض لإن لو لو جبت دفانتي هقول الله جبت أدسترا هقول دلة جبت لونتانو هقول ضلة ما إحنا اتفقنا بقى التعبيرات دي بي لازم تاخد حرف جر وحرف الجر اللي اتاخده لازم يحصل له إدماج لكن لو أنت فاكر معايا أنا جيت قلت إن ديترو الحاجة الوحيدة اللي ممكن ما تاخدش ألف و لام يبقى مين الصح اللي هنا أكبرني عليه كلمة ديترو يا شباب لإن هنا جاي معايا ألف و لام طيب طبعا السينيسترا بتاخد دي والتشيني ما بتاخد إل تبقى دلي أسادزة التالية ونفس القصة بار بتاخد إل طيب بعد كده أسادزة عندنا في حاجة اسمها إن و دينترو و سوى صدرة لو أنت فاكر معايا إن إن من ضمن معانيها طبعا إن ده حرف جر من ضمن معانيه بمعنى داخل و دينترو بمعنى داخل يبقى لتين نفس المعنى طبعا بس فيه اختلاف في الشكل إن إن في المعنى ده بتيجي مركب فقط يعني مش تنزل إن تنزل نيل و نيل و نيل و نيل أبوستروف يعني إيه مركب فقط يعني هتدمج مع أدوات التعريب بتاعة الإسم اللي جاي بعد أما دينترو بتجي بشكل بسيط يعني أنا عايز أقول داخل الشنطة لإما هقول نيل لبورصة لإما هقول دينترو لبورصة نفس القصة سوى صوبرا صوب بمعنى فوق حرف جر صوبرا بمعنى فوق تعبير دل على المكان بس صوب بتيجي في المعنى ده بشكل مركب فقط أما صوبرا بشكل بسيط فقط فالجاتو إيه الليتو مثلا القط يكون عايز أقول فوق السرير طبعا الصح هنا لإما هقول سول اللي هي سو زائد الإيل لإما هقول صوبرا إيل صحينا يعني ينفع استخدم سو وينفع استخدم صوبرا بس لو استخدم سو هدمجها مع أدوات التعريب هتبقى سول هستخدم صوبرا ما بيحصل لاش إدماج فتبقى صوبرا لوحدها وإيه اللي وحده تبقى صوبرا إيل طب إيه صح هنا شباب طبعا صوبرا طب ليه سو غلط عشان سو مش جاية مدمجة هنا في ألف ولامي بقى لازم حاجة بسيط لما ليتة إيه لارماديو الكيشيرت يكون داخل الدولار نفس السياق لإما هقول دينترو إيه لابسترفو لإما نيلا بسترفو يبقى الصحي مين يا شباب نيلا بسترفو طبعا دينترو غلط عشان ما فيش ألف ولامي وإين غلط عشان مش مدمجة بريتي تشيئون بوستر فوق الحيطة يوجد بوستر طبعا هنا هتبقى مين هتبقى صوبرا لا طبعا بريتي كلمة مفرد مؤنس لمية كازا إيه طبعا تبقى دفانتي عشان قل بعد كده عندنا حاجة جميلة خالص اسمها تشيئ وتشيئون إيه تشيئ وتشيئون سيادتك دي ده حاجة اسمها تشيئ برتي تشيئ لدي الور وزائد فعلي إسر يكون طب خلاصة الكلام تشيئ بمعنى يوجد تشيئ سونو بمعنى يوجد إيه الفرق منهم أولا شباب اللي اتنين دول بيتصرفوا حسب اللي جاي بعديهم كلام جميل بعديهم مفرد هختار تشيئ بعديهم جمع هختار تشيئ سونو ومتشكرينه زي الفول مثال مثلا تشيئ زي جروب وفرق كلاسي فاصل ترافقه زحام مثال تشيئ سونو زي ترينتا 30 وركز في الأعداد ترينتا ده معناه 30 ده جمع كورانتا 40 يبقى ده جمع متقولش أخو 아니 باندي فرق يبقى جيئ اسمه مفرد هختار تشيئ جيئ اسم غام اختار تشيÇاي سونو انشانترو مولتو ترافقه طبعا مولتو ترافقه مفرد يبقى تشي نيلة كلاسي ترينتا سو دانتي في الفصل يوجد تلاتين طالب تبقى تشيصلونو اين ايطاليا تشيطه بيلي في ايطاليا يوجد مدن جميلة تبقى تشيصونو طبعا تشيطه يمشي اسمه مفرد ويمشي جام هنا بيلي فهنا تشتام ودن مش مدين او ميلانو سبيتشاليطا ريجونالي يوجد اكلات ايه شعبية طبعا سبيتشاليطا جاية جامعة عشان سفة ريجونالي يبقى جامعة يبقى تبقى تشي سونة ايه نيطاليا فينت ريجوني يورد عشرين اقليم طبعا عشرين فينتي ده جامعة يبقى تشي سونة طب بعد كده شباب عندنا ملخص ما يأتي قبل التوقط والله هجا اقولك زورة ايطاليا امت فانت هتقولي في الاجابة هتقولي وقت الوقت ده ليه خمس احتمالات لاما تاريخ يوم يعني ايه تاريخ يوم يعني من يوم واحد لحد يوم واحد تلاتين لاما شهر فقط يعني من شهر يناير لحد شهر ديسمبر وتجيب الشهر فقط معوش اي حاجة لاما الشهر ده تدلو اضافة او تدلو صفة هتقولي مثلا يناير لسنة الفين او يناير الصابق فقلت يناير لسنة الفين كده عرفت الشهر بالسنة او يناير الصابق يبقى انا عرفت الشهر بالإيه؟ بالصفة يبقى هجيب إن بالشكل مركب يا شباب لأيما نيل لأيما إنيه باسترutive الشهر يابقى بحرف ساكن هقول نيل يابقى بحرف متحرك زي أبريلي أو أغسطة أبريل أو أغسطس اللي اتنين يبدأوا بحرف متحرك تبقى إنيه باسترutive يبقى الشهر فقط إ أو إيت شهر معاه سنة أو معاه سفة هجيب إن بالشكل مركب طب جالك فصل من فصول السنة هنجيب إن طيب جالك عام هنجيب نيل يبقى شباب التوقيتات زي ما اتفقنا خمس احتمالات تاريخ يوم شهر فقط شهر معاه اضافة او صفة فاصل عام طيب نبص على اول جملة طبعا لو تاريخ يوم ايهل شهر الواحد وآ وإن فاصل شهر معاه عام او صفة من ايهل بالشكل المركب لنيل لنيل بستروفو فاصل مفصول السنة عام تبقى نيل اول سؤال طبعا فاطمة تولدت في الخامس والعشرين من شهر يناير هنا ببيت التاريخ ايه تاريخ يوم فاختار ايه المدرسة تبدأ في شهر ستمبر طبعا هنا شهر فقط لا لا اين هتبقى طبعا اين يا شباب علي ايه اريفاتو ابريل سكورسو علي وصل في شهر ابريل السابق هنا شهر معاه صفة فطبعا هتبقى ينب الشكل المركب هتبقى نيل اي او او فيزيتاتو لايطاليا انا زورت ايطاليا جونيو ديل دوميلة طبعا زورت ايطاليا في يونيو لسنة 2000 هنا شهر معاه عام هتبقى ينب الشكل المركب هتبقى نيل يا شباب ايو في نيسكولاسكولا استاطي انا بخلص المدرسة في الصيف طبعا هنا فصل هتبقى ينب فيستيجو الميو كومبيليان والله انا بحتفل بعيد ميلادي في سنة 2010 هتبقى نيل لطبعا هنا في سنة هنا بقى جميلة او الجملة دي يا شباب بقولك ايه والدي اتولد في شهر مارس لسنة 1960 خلي بالك انا هنا ببيت التاريخ شهر فقولت نيل لكن انا عايز حاجة تربط الشهر بالسنة فهقول ديال يا شباب يبقى هنا بربط اسمين ببعض يا شباب طب بعد كده حروف الجر طبعا حروف الجر انا جايب شوية اسئلة حضرتك لو محتاج شرح مفصل على الكلام ده حضرتك ممكن ترجع ليه شرح حروف الجر في كزا فيديوان عامله مستقل شرح حروف الجر طب علي بارتي فرنسي هنا علي يرحل الى مدينة فرنسي والله لو عايز اقول ايه لا طبعا يرحل بياخد حرف الجر بيك بمعنى ايه لا تبقى بير عايز اقول مين هتبقى ضا يبقى الصح هنا مين يا شباب هتبقى بير دينو بارتي فرنسي دينو هيسافر فرنسا لا اما الى فرنسا لا اما مين فرنسا طبعا الى بناخد حرف من حروف التلاتة دول لا اه لا اين لا بير هنا طبعا مع فعل بارتيري فباخد بير ولو خدت بير طبعا دي دولة لازم قابليها الف ولام تبقى بير لا طبعا عايز اقول هيسافر مين فرنسا هتبقى ضلا يا شباب يبقى احتمالاتي لا إما إلى فرنسا لا إما من فرنسا لا إما بيرلا لا إما ضلة يبقى الصحي مين يا شباب طبعا هنا الوحيدة اللي تمشي بيرلا دينو فياني كايرو دينو يأتي القاهرة ينفع هو الهيجي إلى القاهرة أو من القاهرة طب لو عايز أقول هيأتي إلى القاهرة نفس القصة إلى مكان آ أو إن أو بير هنا طبعا في الفينير بياخدوا الآ هتبقى آ والقاهرة المدينة الوحيدة أو هي ومكة اللي بياخدوا ألف ولام طبعا قلنا المدن في الإيطالي ما بتاخدش ألف فلان لكن الدول لازم تاخد ألف فلان يبقى الصح مين؟ لا إما أل كايرو لا إما ضال كايرو لا إما رايح إلى القاهرة هتبقى أل جاي من تبقى أل أنا هروح مكتبة المدرسة هتبقى نيلا يا شباب الأخيرة طبعا هنا المكتبة جاي معها إضافة فالمكتبة تحددت بالإضافة فبنجيب إين بالشكل ومركب تبقى نيلا أي مكان مع إين يا شباب أي مكان بياخد إين سواء مكان أو سواء دولة لو جي الوحده بجيب إين المكان تحدد بإضافة أو صفة بجيب إين بالشكل ومركب زي الجملة اللي بعدين جوليا أريفا أمريكا جوليا هتوصل أمريكا طب والله عايزة أقول إيه لا هناخد إين طب دي دولة بس طالما جاية لوحدها هجيب إين بالشكل البسيط حددت بقى الدولة دي بإضافة أو صفة هجيب إين بالشكل ومركب فهنا تبقى إين باولو بارتي اسبانيا باولو هيسافر اسبانيا لإما إلا لإما من عايزة قول إلا هتبقى بيرلا عايزة قول مين هتبقى ضالة يبقى الوحيدة اللي تمشي هنا مين يا شباب تبقى ضالة يبقى باولو هيسافر من اسبانيا طب باولو بارتي لا فرانش باولو هيسافر فرنسا طيب لإما إلا لإما من لإما إلا هتبقى بيرلا كده كده عندي لا هنا فتبقى بير بس طب عايز اقول مين هتبقى ضالة بس هنا في لا فما ينفعش اجيب ضا يبقى الوحيدة اللي تمشي مين في الاختيارات دي بير يا شباب يبقى لاما هقول بير لا فرانشا لاما هجيب ضا وهدمج معها لا تبقى ضالة فرانشا بقوله كواندو بير لا امريكا جميل السؤال ده بقوله يا بولو متى سترحل الى امريكا خدت بالك ان هنا الفاعل انت التلات افعال كلهم افعال حركة انظار يذهب تورنار يعود بارتير يرحل اريضار يصل الاربع يمشوا الاربع متصرفين مع ايه مع انت لكن حضرتك هنا خدت حرف جار بير واحنا متفقين ان حرف جار بير ده ما بيجيشها لاما فعلي مين بارتيري فقط يا شباب فهنا لازم اجيب فعلي بارتيري وان كان الاربع افعال كلهم متصرفين صح طبعا حضرتك هنا طالما جايب فعلي يذهب وبعدي اسم لقب او مهنة حضرتك هنا نونة جدة طب دين تيستا طب يبقى اسنان طالما جايب لقب او مهنة فبجيب ده بس بالشكل المركب بيبقى الصح هنا لانما هقوله ايه هقوله ضل طبعا عنده يبقى يذهب عنده اتناخد ده يبقى ضايا شباب لها معنى ايه لانما يذهب عنده شخص لانما يأتي مين مكان جوليا فا او جي سو كو جينو جميل السؤال ده هنا جوليا تذهب عنده ابن عمه طبعا لسه اقل لك طالما هنا جاي لقب او مهنة فبجيب ضا بس ضا لو جاي اسم شخص هتبقى ضا بالشكل بسيط زي ده باولو جاي لقب او جاي مهنة فبجيب ضا بالشكل المركب بيبقى ضايا شباب لها معنى لانما يأتي من مكان لانما يذهب عنده شخص طب الجملة دي هنا في كو جينو فطبعا ده لقب المفروض هقول ايه هقول ضل زي اللي جمنا لفوق قولنا ضل لننا هقول لحضرتك هي المفروض صحة بس ماينفعش اجيب ضا هنا بشكل المركب طب ليه لاني ماخدتش بالك اني فيه سو طب ما دي صفات ملكية والمملوك كو جينو ابن العم مملوك فار دعيلة وفيه ثلاث شروط فمش هينفع حط ألف ولام قدام الصفة فهاختار مين يا شباب هاختار ضا بالشكل بسيط تبقى ضا سو كو جينو يبقى الدرس ده داخل معاه صفات الملكية كمان المحاضرة هتخلص في تمام الساعة السامنة طالما فيه عدد فقط يا شباب يبقى هنجيب قلة بسترفه لأي ما قلة الساعة واحدة هنقول قلة بسترفه سيقلونة في تمام الواحدة من اثنين لاربعة وعشرين فهنجيب قلة يبقى الصح هنا قلة بسترفه طالما فيه عددين يا شباب يبقى انا عايز حرف الجرداء من الساعة للساعة يبقى الصح مين هتبقى ضل اوتو اللونة من تمانية الواحد دينو ريتورن اوتو دينو هيعود اوتو اللي هي اوتوموبلي سيارة اي وسيلة مواصلات هستخدم حرف الجر ان زائد الوسيلة لاما كن زائد اداة تعريف زائد الوسيلة يبقى الصح هنا لاما هقوله ان اوتو لاما كن لاوتو يبقى صح مين الشباب تبقى كن الى بسترفه طبعا نفس القصة جمنا رقم 14 بيتشي لاي عجلة وسيلة مواصلات لايما اين بيتشي لايما كلها 15 باولو فاسكولا بيدي بيدي سارعا على الاردام بتاخد حرف الجرداء 16 ميدزو جورنو ميدزا نطي فاكردو طبعا ميدزو جورنو او ميدزا نطي بتاخد حرف الجرداء تبقى باولو فاسكولا صولو طبعا باولو يذهب الى مدرسة لوحده طبعا صولو بتاخد حرف الجرداء يا شباب تبقى داصورو معناها بمفرد حضرتك هنا جاي فعل في الشكل المصدري وقابليه فعل انظري يذهب يبقى هنجيب حرف الجرداء بمعنى لكي اي فعل في المصدر يا شباب هنستخدم ا لان ما هستخدم بير بمعنى لكي أنا هروح عشان نفس القصة هنا جايب لك حرف الجرداء يبقى الفعل الى بعدي في الشكل المصدري طب بعد كده هنتكلم بقى حاجة بس سريعة كده عن زمن عندنا اسم الماضي المستمر الماضي المستمري ان شاء الله مش هيجينا في القواعد بس ممكن ييجي القطعة الافعال متصرفة في الماضي المستمر طب خلاص الكلام يا شباب كل اللي سيادتك لازم تعرفه اي فعل هتشوفه كلمة واحدة اخره يبقى ده متصرف في الماضي المستمر مع انا يبقى اخره مع انت في مع هو او هي نحن كلام جميل اي ان كان اصله اولى او تانية او تالت طب المعنى يعني ايه كان زائد معنى الفعل بمعنى يعني فعل كانتاري غني لو شفته متصرف كانتافو يبقى ده متصرف مع انا يبقى انا كنت بغني بارتيتش بافو انا كنت بشار يبقى اي فعل يا شباب اخره اعرف بس كده ان معناه كان زائد الفعل كلام جميل يبقى نفس القصة شباب سوناري يعزف لكن سونافو كنت باعزف طيب يبقى احنا تفانع السيار ده طب فيه ثلاث افعال بس افعال شازة في القصة دي فعل السر يكون ده في المواد المستمري فعل الشاز سيتر بتحفظه يعني عايزة اقول انا كنت هو الارو انت كنت ايري هو كان ايرا وهكذا فعل نفس القصة دير يقول طيب اخر حاجة عندنا شباب في حاجة اسمها اللي تنبي معناه يلزم دي تكوين متر زائد خلاصة الكلام حضرتك ده بيتصرف حسب اللي جاي بعده لو جيب بعدي مفرد هنقولي تصريف التالت جيب بعدي جمعة تبقى تصريف سادس يبقى نحتاج مسلا وقت نحتاج حاجة يبقى ايه هستخدم تكوين اسمها تشي زائد زي الجملة الاولى تشي فولي انوارة بيرب انضاري البار والله انا محتاج ساعة الواحد محتاج ساعة عشان يروح للمطعم تشي فولي والله احنا محتاجين ثلاث ساعات عشان نروح البار خلاصة الكلام تشي فولي بعدي همفرد تشي فولي وبعدي هجمع اما متيرتش بمعنى يلزم ودي بتتصرف حسب الفاعل عادي خالص يا شباب فليها ستة احتمالات في التصريف لو انا بتكلم عن نفسي تبقى ايه زي دي تشي زي دي الفاعل التصريف الاول متو يبقى متيرتش ليه ستة تصريفات بيتصرف على حسب الفاعل اما بيتصرف حسب اللي جاي بعده يا شباب بعدي مفرد هيتصرف تصريف تالت تبقى تشي فولي بعدي جمعة تبقى تشي فولي كده يا شباب احنا خلصنا الشرح القواعد كلها اللي في الملاج عندنا يدي الصف الثالث السنوي اي سؤال انا معكم يا شباب في اي سؤال اي حاجة ابعتلي وانا ان شاء الله هجاوب عليك باجابة ان شاء الله بازن الله على القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا شكرا